الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب ولا يظن ظان انني امتنع من النظافة والورع ولكن المبالغة الخارجة عن حد الشرع المضيعة للزمان هي التي ننهى عنها ومن ذلك تلبيسه عليهم في نية الصلاة فمنهم يقول اصلي صلاة كذا ثم يعيدها ظن منه انه قد نقض النية والنية لا تنقض وان لم يرضى اللفظ ومنهم من يكبر ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض فاذا ركع الامام كبر الموسوس وركع معه فليت شعري ما الذي احضر النية حينئذ وما ذاك الا لان ابليس اراد ان يفوته الفضيلة وفي الموسوسين من يحلف بالله لا كبرت غير هذه المرة وفيهم من يحلف بالله بالخروج من ماله او بالطلاق وهذه كلها تلبيسات ابليس والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الافات وما جرى لرسول الله ولا لاصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم شيء من هذا وقد بلغنا عن ابي حازم انه دخل المسجد فوسوس اليه ابليس انك تصلي بغير وضوء فقال ما بلغ نصحك الى هذا حاشية ابو حازم المدني سلمة ابن بينار التمار القاضي ثقة عابد من الخامسة مات في خلافة المنصور التقريب الجزء الاول صفحة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية وكشف هذا التلبيس ان يقال للموسوس ان كنت تريد احضار النية فالنية حاضرة لانك قمت لتؤدي الفريضة وهذه هي النية ومحلها القلب لا اللفظ ان كنت تريد صحيح اللفظ فاللفظ لا يجب ثم قد قلته صحيحا ثم وجه الاعادة افتراك تظن وقد قلت انك ما قلت هذا مرض قال المصنف وقد حكى لي بعض الاشياخ عن ابن عقيل حكاية عجيبة ان ردنا اللقية فقال اني اغسل العضوة واقول ما غسلته واكبر واقول ما كبرت فقال له ابن عقيل دع الصلاة فانها ما تجب عليك فقال قوم لابن عقيل كيف تقول هذا فقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق حاشية صحيح ابو داود في الحدود باب في المجنون يسرق او يصيب حدا برقم واحد بعد الاربعمائة واربعة الالاف وبرقم ثلاثة بعد الاربعمائة واربعة الالاف والترمذي في الحدود باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد برقم ثلاثة وعشرين واربعمائة بعد الالف واحمد في المسند في الجزء الاول برقم ستة عشر بعد المائة وثمانية عشر بعد المائة وبرقم اربعين بعد المائة وبرقم اربعة وخمسين بعد المائة وثمانية وخمسين بعد المائة والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة التاسعة والخمسين وفي الجزء الرابع صفحة التاسعة والثمانين بعد الثلاثمائة وصحيح الجامع برقم اثني عشرة وخمسمائة بعد ثلاثة الآلاف وبرقم اربعة عشرة وخمسمائة وثلاثة آلاف وانتهت الحاشية ومن يكبر ويقول ما كبرت فليس بعاقل والمجنون لا تجب عليه الصلاة قال المصنف واعلم ان الوسوسة في نية الصلاة سببها خضل في العقل وجهل بالشرع ومعلوم ان من دخل عليه عالم فقام له وقال نويت ان انتصب قائما تعظيما لدخول هذا العالم لاجل علمه مقبلا عليه بوجهي سفها في عقله حاشية يقال سفها سفها خفة وطاشة وجهل وسفها نفسه ورأيه حملها على السفة او نسبها اليه او اهلكها والسفه الجهل والطيش انتهت الحاشية فان هذا قد تصور في ذهنه منذ رأى العالم فقيام الانسان الى الصلاة ليؤدي الفرض امر يتصور في النفس في حالة واحدة لا يطول زمانه وانما يطول زمان نظم هذه الالفاظ والالفاظ لا تلزم والوسواس جهل محط وان الموسوس يكلف نفسه ان يخضر في قلبه الظهرية والادائية والفرضية في حالة واحدة مفصلة بالفاظها وهو يطالعها وذلك محال ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعالم لتعذر عليه فمن عرف هذا عرف النية ثم انه يدوز تقديمها على التكبير بزمان يسير ما لم يفسخها فما وجه هذا التعب في الصاطها بالتكبير على انه اذا حصلها ولم يفسخها فقد التصقت بالتكبير وعن مسور قال اخرج الي معنو ابن عبد الرحمن كتابا وحلف بالله انه خط ابيه واذا فيه قال عبد الله والذي لا اله غيره ما رأيت احدا كان اشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيت بعده اشد خوفا عليهم من ابي بكر واني لا اظن عمر كان اشد اهل الارض خوفا عليهم حاشية تنطع فلان في الشيء غالى وتكلف فيه وتنطع في كلامه تفصح فيه وتعمق انتهت الحاشية فصل ومن الموسوسين من اذا صحت له النية وكبر ذهل عن باقي صلاته كأن المقصود من الصلاة التكبير فقط وهذا تلبيس يكشفه ان التكبير يراد للدخول في العبادة فكيف تهمل العبادة وهي كالدار ويقتصر على التشاغل بحفظ الباب فصل ومن الموسوسين من تصح له التكبير خلف الامام وقد بقي من الركعة يسير فيستفتح ويستعيذ فيركع الامام وهذا تلبيس ايضا لان الذي شرع فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون والذي تركه من قراءة الفاتحة وهو لازم للمأموم عند جماعة من العلماء فلا ينبغي ان يقدم عليه سنة قال المصنف وقد كنت اصلي وراء شيخنا ابي بكر الدينوري الفقيه في زمان الصبا فرآني مرة افعل هذا فقال حاشية احمد بن محمد ابو بكر ابن ابي الفتح الدينوري الحنبلي سمع الحديث وتفقها على ابي الخطاب الكلوذاني وافتى ودرس وناظر وقد تخرج به ابن الجوزي وانشد تمنيت ان يمسي فقيها مناظرا بغير عياء والدنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثاني عشر في الصفحة الثالثة عشر بعد المائتين وانتهت الحاشية فقال يا بني ان الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام ولم يختلفوا في ان الاستفتاح سنة فاشتغل بالواجب ودع السنن فصل وقد لبس ابليس على قوم فتركوا كثيرا من السنن لواقعات وقعت لهم فمنهم من كان يتخلف عن الصف الاول ويقول انما اراد قرب القلوب ومنهم من لم ينزل من لم ينزل يدا على يد في الصلاة وقال اكره ان اظهر من الخشوع ما ليس في قلبه وقد روينا هذين الفعلين عن بعض اكابر الصالحين وهذا امر اوجبه قلة العلم ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعلم الناس ما لهم في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا حاشية صحيح البخاري في الاذان باب الاستهام في الاذان الجزء الثاني صفحة الرابعة عشره بعد المئة ومسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف واقامتها برقم تسعة وعشرين ومئة والاستهام هو الاقتراع ومعناه انهم لو علموا فضيلة الاذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن اذان بعد اذان او كونه لا يؤذن للمسجد الا واحد لاقترعوا في تحصيله وانتهت الحاشية وفي افراد مسلم من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها حاشية صحيح مسلم في الصلاة باب تسوية الى اخره برقم اثنين وثلاثين ومئة انتهت الحاشية وانما وضع اليد على اليد فسنة روى ابو داود في سننه ان ابن الزبير قال وضع اليد على اليد من السنة حاشية صحيح ابو داود في الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الصفحة الرابعة والخمسين بعد السبعمائة وانتهت وان ابن مسعود كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى حاشية صحيح ابو داود في الصلاة باب وضع اليمنى برقم خمسة وخمسين وسبعمائة والنسائي في الافتتاح باب في الامام اذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه في الجزء الثاني الصفحة السادسة والعشرين والمائة وابن ماجه في اقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم احد عشر بعد الثمانمائة وانتهت الحاشية قال المصنف ولا يكبرن عليك انكارنا على من قال اراد قرب القلوب ولا اضع يدا على يد وان كان من الاكابر فان الشرع هو المنكر لا نحن وقد قيل لاحمد بن حنبل رحمة الله عليه ان ابن المبارك يقول كذا وكذا فقال ان ابن المبارك لم ينزل من السماء وقيل له قال ابراهيم بن ادهم فقال جئتموني ببنيات الطريق عليكم بالاصل حاشية البنية يقال بنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجاد وجمعها بنيات وانتهت الحاشية فلا ينبغي ان يترك الشرع لقولي معظم في النفس فان الشرع اعظم والخطأ في التأويل على الناس يجري ومن الجائز ان تكون الاحاديث لم تبلغ فصلا وقد لبس ابليس على بعض المصلين في مخارج الحروف فتراه يقول الحمد الحمد فيخرج باعادة الكلمة عن قانون ادب الصلاة وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد وتارة يلبس عليه في اخراج ضاضي المغضوب ولقد رأيت من يقول المغضوب فيخرج بصاقه مع اخراج الضاضي لقوة تشديده وانما المراد تحقيق الحرف فحسب وابليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة وكل هذه الوساوث من ابليس وعن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابي العمياء ان سهل ابن ابي امامة حدثة انه دخل هو وابوه على انس ابن مالك رضي الله عنه وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر فلما سلم قال يرحمك الله ارأيت هذه صلاة المكتوبة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيء تنفلته قال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخطأت الا شيئا سهوت عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم فان قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديرات حاشية ضعيف رواه ابو داود في الادب باب في الحسد برقم اربعة بعد تسعمائة واربعة الاف وفي ضعيف الجامع برقم خمسة واربعين ومائتين بعد ستة الالاف والصوامع مفردها الصومع والصومعة وهي بيت العبادة عند النصارى اما الديورات فهي جمع الجمع وهو الديورة وهو جمع الدير وهو دار الرهبان والراهبات انتهت الحاشية فتلك بقاياهم في الصوامع والديورات رهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم الحديد السابعة والعشرون وفي افراد مسلم من حديث عثمان ابن ابي العاص قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه ثلاثة وادفل عن يسارك ففعلت ذلك فاذهبه الله عني حاشية صحيح مسلم في السلام باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة برقم ثمانية وستين انتهت الحاشية فصل وقد لبس ابليس على خلق كثير من جهلة المتعبدين فرعوا ان العبادة هي القيام والقعود فحسب وهم يدأبون في ذلك ويخلون في بعض واجباتهم ولا يعلمون وقد تأملت جماعة يسلمون اذا سلم الامام وقد بقي عليهم من التشهد الواجب شيء وذلك لا يحمله الامام عنهم ولبس على اخرين منهم فهم يطيلون الصلاة ويكثرون القراءة ويتركون المسنون في الصلاة ويرتكبون المكروه فيها وقد دخلت على بعض المتعبدين وهو يتنفل بالنهار ويجهر بالقراءة فقلت له ان الجهر بالقراءة مكروه فقال لي انا اطرد النوم عني بالجهر فقلت له ان السنن لا تترك لاجل سهرك ومتى غلبك النوم فنم فان للنفس عليك حقا وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهر بالقراءة اتي في النهار فارجموه بالبعر حاشية ضعيف جدا المتقل هندي في كنز العمال وعزاه لابي نعيم عن بريدة وقال فيه يزيد ابن يوسف الدمشقي تركوه برقم ثمانية وسبامئة وتسعة عشر الف وانتهت الحاشية فصل وقد لبس ابليث على جماعة من المتعبدين فاكثر من صلاة الليل وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحاء اكثر مما يفرح باداء الفرائض ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة او يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة او يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته ولقد رأيت شيخا من المتعبدين يقال له حسين القزويني يمشي كثيرا من النهار في جامع المنصور فسألته عن سذب مشيه فقيل لي لألا ينام فقلت هذا جهل بمقتضى الشرع والعقل اما الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لنفسك عليك حق فقم ونم حاشية سيأتي تخريجه انتهت وكان يقول عليكم هديا قصدع فانه من يشاد هذا الدين يغلبه حاشية صحيح احمد في المسند في الجزئ الخامس الصفحة الخمسين والثلاثمائة الحاكم في المستدرك الجزء الاول الصفحة الثانية عشر بعد الثلاثمائة ابن ابي عاصم في السنة من الصفحة الخامسة والتسعين الى السابعة والتسعين وكلهم بلفظ عليكم هديا قاصبا اي مستقيمة انتهت الحاشية وعن انس ابن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فاذا كسلت او فترت امسكت به فقال حلوه ثم قال ليصلي احدكم نشاطه فاذا كسل او فتر فليقعد حاشية صحيح البخاري في التهدد باب ما يكره من التشديد في العبادة اللزء الثالث الصفحة الثالثة والاربعون ومسلم في صلاة المسافرين باب امر من نعس في صلاته برقم تسعة عشر ومائتين وقوله نشاطه اي مدة نشاطه انتهت الحاشية وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه اذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيذهب فيسب نفسه حاشية صحيح البخاري في الوضوء باب الوضوء من النوم الجزء الاول صفحة الخامسة والسبعون والثلاثمائة مسلم في صلاة المسافرين باب امر من نعس وعشرين ومائتين ويستغفر هنا بمعنى يدعو انتهت الحاشية قال المصنف هذا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم وانفرد بالذي قبله البخاري واما العقل فان النوم يجدد القوى التي قد كلت بالسهر فمتى دفعه الانسان وقت الحاجة اليه اثر في بدنه وعقله فنعوذ بالله من الجهل فان قال قائل فقد رويت لنا ان جماعة من السلف كانوا يحيون الليل فالجواب اولئك تدرجوا حتى قدروا على ذلك وكانوا على ثقة من حفظ صلاة الفجر في الجماعة وكانوا يستعينون بالقائلة مع قلة المطعم وصح لهم ذلك ثم لم يبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ليلة لم ينم فيها فسنته هي المتبوعة فصلا وقد لبس ابليس على جماعة من قوام الليل فتحدثوا بذلك بالنهار فربما قال احدهم فلان المؤذن اذن بوقت ليعلم الناس انه كان منتبه فاقل ما في هذا ان سلم من الرياء ان ينقل من ديوان السر الى ديوان العلانية فيقل الثواب فصلا وقد لبس على اخرين انفردوا في المساجد للصلاة والتعبد فعرفوا بذلك واجتمع اليه الناس فصلوا بصلاتهم وشاع بين الناس حالهم وذلك من دسائس ابليس وبه تقوى النفس على التعبد لعلمها ان ذلك يشيع ويجب المدح وعن زيد بن سابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة حاشية صحيح البخاري في الاذان باب صلاة الليل الجزء الثاني صفحة الحادية والخمسون والمئتان مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته برقم ثلاثة عشر بعد المئتين وانتهت الحاشية قال المصنف اخرجاه في الصحيحين وكان عامر ابن عبد قيس يكره ان يروه يصلي حاشية عامر ابن عبد الله ابن عبد قيس التميمي العنبري بصري تابعي ثقة من كبار التابعين وعبابهم رأاه كعب فقال هذا راهب هذه الامة تاريخ ثقات في الصفحة الخامسة والخمسين بعد سبعمائة وانتهت الحاشية وكان لا يتنفل في المسجد وكان يصلي كل يوم الفركة وكان ابن ابي ليلى اذا صلى ودخل عليه داخل اطجع فصل وقد لبس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه فمن قدر على ستره فاظهره فقد تعرض للرياء وعن عاصم قال كان ابو وائل اذا صلى في بيته نشج نشيجا ولو جعلت له الدنيا على ان يفعله واحد يراه ما فعله حاشية شقيق بن سلمة الاسدي الكوفي ثقة مخضر مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مئة سنة التقريب الجزء الاول صفحة الرابعة والخمسون والثلاثمائة ويقال نشج الباكي تردد البكاء في صدره من غير امتحاب والنشيج الصوت المتردد في الصدر والجمع نشج انتهت الحاشية وقد كان ايوب السختياني اذا غلبه البكاء قام فصل وقد لبس على جماعة من المتعبدين فتراهم يصلون الليل والنهار ولا ينظرون في اصلاح عيب باطن ولا في مطعم والنظر في ذلك اولى بهم من كثرة التنفل ذكر تلبيثه عليهم في قراءة القرآن وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة فهم يهزون هزا من غير ترتيل ولا تثبت وهذه حالة ليست بمحمودة وقد روي عن جماعة من السلف انهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم او في كل ركعة وهذا يكون نادرا ومن داوم عليه فانه وان كان جائزا الا ان الترتيل والتثبت احب الى العلماء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث حاشية صحيح ابو داود في الصلاة باب تحزيب القرآن برقم اربعة وتسعين وثلاثمائة والف الترميدي في القراءات باب برقم تسعة واربعين وتسعمائة بعد الالفين ابن ماجه في اقامة الصلاة باب في كم يستحب ختم القرآن برقم سبعة واربعين وثلاثمائة بعد الالف صحيح الجامع برقم ثلاثة واربعين وسبعمائة بعد سبعة الالاف وانتهت الحاشية قال المصنف وقد لبس ابليس على قومه من القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة الجزء والجزئين فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين تعرض للرياء ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان لأنه حين اجتماع الناس في المسجد قال المصنف ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة ثم يلتفت فيقرأ المعاوذتين ويدعو دعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة وما هذه طريقة السلف فإن السلف كان يسترون عبادتهم وكان عمل الربيع ابن خسيم كله سراء فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم قال المصنف قد سبق ذكر جملة من تلبيس إفليس على القراء والله أعلم بالصواب وهو الموفق ذكر تلبيسه عليهم في الصوم قال المصنف وقد لبس على أقوام فحسن لهم الصوم الدائم وذلك جائز إذا أفطر الإنسان الأيام المحرم صومها إلا أن الآفة فيه من وجهين أحدهما أنه ربما عاد بضعف القوة فأعجز الإنسان عن الكسب لعائلته ومنعه من آفاف زوجته وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لزوجك عليك حق حاشية صحيح البخاري في الصوم باب حق الجسم في الصوم في الجزء الرابع الصفحة السادسة والخمسين بعد المائتين مسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر برقم اثنين وثمانين ومئة انتهت فكم من فرض يضيع بهذا النفل والثاني أنه يفوت الفضيلة فإنه قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصوم صوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما حاشية صحيح البخاري في الصوم باب صوم الدهر وباب حق الأهل في الصوم الجزء الرابع الصفحة التاسعة والخمسون بعد المائتين والستون بعد المائتين مسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر من الصفحة الحادية والثمانين والمئة إلى الثالثة والتسعين والمئة وانتهت الحاشية وبالإسناد عن عبد الله بن عمر قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث عنك أنك تقوم الليل وأنت الذي تقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار قال أحسبه قال نعم يا رسول الله قد قلت ذلك فقال فقم ونم وصم وأفطر وصم كل شهر ثلاثة أيام ولك مثل صيام الدهر قال قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعضل الصوم وهو صيام داود عليه السلام قلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك حاشية صحيح البخاري في الصوم باب صوم الدهر في الجزء الرابع صفحة التاسعة والخمسين بعد المائتين ومسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر برقم واحد وثمانين ومائة انتهت الحاشية أخرجه في الصحيحين فإن قال قائل فقد بلغنا عن جماعة من السلف أنهم كانوا ليسروا دون الصوم فالجواب حاشية سرد الصوم تابعه ووالاه انتهت فالجواب أنهم كانوا يقدرون على الجماع بين ذلك وبين القيام بحقوق العائلة ولعل أكثرهم لم تكن له عائلة ولا حاجة إلى الكسب ثم إن فيهم من فعل هذا في آخر عمره على أن قول رسول ليس الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قطع هذا الحديث وقد داوم جماعة من القدماء على الصوم مع خشونة المطعم وقلته ومنهم من ذهبت عينه ومنهم من نشف دماغه وهذا تفريط في حق النفس الواجب وحمل عليها ما لا تطيق فلا يجوز فصل وقد يشيع عن المتعبد أنه يصوم الدهر فيعلم بشوع ذلك فلا يفطر عصلا وإن أفطر أخفى فإفطاره لألا ينكسر جاهه وهذا من خفي الغياء ولو أراد الإخلاص على سطر الحال لأفطر بين يدي من قد علم أنه يصوم ثم عاد إلى الصوم ولم يعلم به ومنهم من يخبر بما قد صام فيقول اليوم منذ عشرين سنة ما أفطرت ويلبث عليه بأنك إنما تخبر ليقتدى بك والله أعلم بالمقاصد قال سفيان الثوري رضي الله عنه إن العبد لا يعمل العمل في السر فلا يزال به الشيطان حتى يتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية انتهى الوجه الأول وفيه من عادته صوم الاثنين والخميس فإذا دعي إلى طعام قال اليوم الخميس ولو قال أنا صائم كانت محنة وإنما قوله اليوم الخميس معناها أني أصوم كل خميس حاشية ليس الصوم يوم الاثنين والخميس عادة وإنما من السنة صومهما انتهت الحاشية وفي هؤلاء من يرى الناس بعين الاحتقار لكونه صائما وهم مفطرون ومنهم من يلازم الصوم ولا يباري على ماذا أفطر ولا يتحاشى في صومه عن غيبة ولا عن نظرة ولا عن فضول كلمة وقد خيل إله إبليس أن صومك يدفع إثمك وكل هذا من التلبيس ذكر تلبيسه عليهم في الحج قال المصنف قد يسقط الإنسان الفرض بالحج مرة ثم يعود لا عن رضاء الوالدين وهذا خطأ وربما خرج عليه وعليه ديون أو مظالم وربما خرج للنزهة وربما حج بمال فيه شبهة ومنهم يحب أن يتلقى ويقال الحاج ودنهورهم يضيعوا في الطريق يضيعوا فرائض الطهارة والصلاة ويجتمعون حول الكعبة بقلوب دنسة وبواطن غير نقية وإبليس يريهم صورة الحج فغرهم وإنما المراد من الحج القرب بالقلوب لا بالأبدان وإنما يكون ذلك مع القيام بالتقوى وكم من قاصد إلى مكة همته عدد حجاته فيقول ليه أشرون وقفه وكم من مجاور قطال مكثه ولم يشرع في تنقية باطنه وربما كانت همته متعلقة بفتوح يصل إليه ممن كان وربما قال إن لي اليوم 20 سنة مجاورا وكم قد رأيت في طريق مكة من قاصد إلى الحج يضرب رفقاءه على الماء ويضايقهم في الطريق وقد لبس إبليس على جماعة من القاصدين إلى مكة فهم يضيعون الصلوات ويطففون إذا باعوا ويظنون أن الحج يدفع عنهم وقد لبس إبليس على قوم منهم فاتدعوا في المناسك ما ليس منها فرأيت جماعة يتصنعون في إحرامهم فيكشفون عن كتف واحدة ويبقون في الشمس أياما فتكشط جلودهم وتنتفخ رؤوسهم حاشية يقال كاشطه عنه أزاله عنه وكاشط الجلد عن الذبيحة وكاشط الحزف محاه وأزاله انتهت الحاشية ويتزينون بين الناس بذلك وفي أفراد البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام فقطعه حاشية صحيح البخاري في الحج باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه الجزء الثالث الصفحة الخامسة والستون والخمسمائة وفي الأيمان باب النذر فيما لا يملك وفي معصية الجزء الحادي عشر الصفحة الرابعة والتسعون والخمسمائة وانتهت الحاشية وفي لطل آخر رأى رجلا يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها بيده ثم أمره أن يقوده بيده حاشية صحيح البخاري في الحج باب الكلام في الطواف الجزء الثالث الصفحة الثالثة والستون والخمسمائة وفي الأيمان باب النذر الجزء الحادي عشر الصفحة الرابعة والتسعون والخمسمائة والخزامة حلقة من الشعر توضع في ثقب أنف البعير يشد بها الزمام انتهت الحاشية قال المصنف وهذا الحديث يتضمن النهي عن الابتداء في الدين وانقصرت بذلك الطاعة فصل وقد لبس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ قال رجل الإيمان أحمد بن حمد رضي الله عنه أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل من غير زاد فقال له أحمد فاخرج في غير القافلة قال لا إلا معهم قال فعلى دراب الناس توكلت نسأل الله أن يوفقنا ذكر تلبيس إبليس على الغزاه قال المصنف قد لبس إبليس على خلق كثير فخرجوا إلى الجهاد ونيتهم المباهات والرياء ليقال فلان غاز وربما كان المقصود أن يقال شجاع أو كان طلب الغنيمة وإنما الأعمال بالنيات وعن أبي موسى قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أخرجاه في الصحيحين هامش صحيح البخاري في العلم باب من سأل وهو قائم عالما جالسا الجزء الأول الصفحة الثامنة والستون بعد المائتين مسلم في الإمارة باب من قتل لتكون كلمة الله هي العليا وصفحة التسعة والأربعون والمائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة انتهت الحاشية وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إياكم أن تقولوا مات فلان شهيدة أو قتل فلان شهيدة فإن رجل يقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل مسع الله عليه فعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل أنت تحبه أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار انفرد بإخراجه مسلم حاشية صحيح مسلم في الإمارة باب من قتل للرياء والسمعة استحق النار برقم 52 ومئة انتهت الحاشية وعن أبي حاتم الرازي قال سمعت عبدة بن سليمان يقول حاشية عبدة بن سليمان الكلابي متفق على توثيقه أخرج له الجماعة وكان رجلا صالحا صاحب قرآن التهذيب الليزو السابس الصفحة الثامنة والخمسون والاربعمائة تاريخ الثقات برقم 48 بعد الالف وانتهت الحاشية قال سمعت عبدة بن سليمان يقول كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم حاشية المروزي مولى بني حنظلة فقة ثبت ثقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه غصال الخير من الثامنة مات سنة 81 ومئة للهجرة التقريب الجزء الاول الصفحة الخامسة والاربعون بعد الاربعمائة انتهت فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى البراز حاشية يقال برز له انفرد عن جماعته لينازله وبرز فلان خرج الى البراز والبراز الفضاء الواسع الخال من الشجر ونحوه وبارزه مبارزة وبرازا بارز اليه ونازله بالسيف ونحوه انتهت فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه الرجل فقتله فازدحم الناس عليه فكنت في من ازدحم عليه فاذا هو ملثم وجهه بكمه فاخذت بطرف كمه فمددته فاذا هو عبدالله ابن المبارك فقال وانت يا ابا عمر ممن يشنع علينا قلت فانظروا رحمكم الله الى هذا السيد المخلص كيف خاف على اخلاصه برؤية الناس له ومدحهم اياه فستر نفسه وقد كان ابراهيم ابن ادهما يقاتل حاشية التيمي يقال له العجلي احد مساهير العباد واكابر الزهاد عصله من بلغ ثم سكن الشام ودخل دمشق قال النسائي ابراهيم ابن ادهم ثقة مأمون احد الزهاد وقال ابن عساكر المحفوظ انه توفي سنة اثنتين وستين ومئة قال غيره احدى وستين قيل سنة ثلاث والصحيح ما قاله ابن عساكر سنة اثنتين وستين ومئة والله اعلم البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة الخامسة والثلاثون والمئة الى الخامسة والاربعين والمئة انتهت وقد كان ابراهيم ابن ادهم يقاتل فاذا غنم لم يأخذ شيئا من الغنيمة ليوفر له الاجر فصل وقد لبس ابليس على المجاهد اذا غنم فربما اخذ من الغنيمة ما ليس له اخذه فاما يكون قليل علم فيرى ان اموال الكفار مباحة لمن اخذها ولا يدري ان الغلول من الغناء من مصيبة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقة غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا الى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فلما قلنا له هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده ان الشملة لتلتهب عليه نارا اخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك او شراكين فقال اصبته يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكان من نار حاشية صحيح البخاري في الايمان باب هل يدخل في الايمان والنذور الارض والغنم الجزء الحادي عشر الصفحة الستمائة مسلم في الايمان باب غلظ تحريم الغلول والشملة كساء صغير يؤتزر به وفي مسلم برقم ثلاثة وثمانين ومئة الشراك السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم انتهت الحاشية فاصل وقد يكون الغازي عالما بالتحريم الا انه يرى الشيء الكثير فلا يصبر عنه وربما ظن ان جهاده يدفع عنه ما فعل وها هنا يتبين اثر الايمان والعلم روينا باسناد عن هبيرة ابن الاشعث عن ابي عبيدة العنبري قال لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الاقباض اقبل رجل بحق معه حاشية الاقباض ما حازه المسلمون من الارض والمال من العدو انتهت الحاشية فدفعه الى صاحب الاقباض فقال الذين معه ما رأينا مثل هذا قط ما يعدله ما عندنا ولا ما يقاربه فقال له هل اخذت منه شيئا فقال اما والله لولا الله ما اتيتكم به فعرفوا ان للرجل شأنه فقالوا من انت فقال والله لا اخبركم لتحمدوني ولا اغريكم لتقرضوني حاشية اي لتمدحوني انتهت الحاشية ولكني احمد الله وارضع بثوابه فاتبعوه رجلا حتى انتهى الى اصحابه فسأل عنه فاذا هو عامر ابن عبد قيس انتهت الحاشية ذكر تلبيسه على الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهم كثمان عالم وجاهل فدخولوا ابليس على العالم من طريقين الطريق الاول التزين بذلك وطلب الذكر والعجب بذلك الفعل عن ابي سلمان قال سمعت ابا جعفر المنصور يبكي في خطته يوم الجمعة فاستقبلني الغضب وحضرتني نية ان اقوم فاعظه بما اعرف من فعله اذا نزل قال فكرهت ان اقوم الى خليفة فاعظه والناس جلوس يرمقونني بابصارهم فيعرض لي تزين فيأمر بي فاقتل على غير صحيح فجلست وسكت الطريق الثاني الغضب للنفس وربما كان ابتداء ربما عرض في حالة الامر بالمعروف لاجل ما يلقى به المنكر من الاهانة فتصير خصومه لنفسه كما قال عمر ابن عبد العزيز لرجل لولا اني غضبان لعاقبتك وانما اراد انك اغضبتني فخفت ان تنتزج العقوبة من غضب الله لله ولي فصل فاما اذا كان الامر بالمعروف جاهلا فان الشيطان يتلعب به وانما كان افساده في امره اكثر من اصلاحه لانه ربما نهى عن شيء جائز بالاجمع وربما انكر ما تأول فيه صاحبه وتبع فيه بعض المذهب وربما كسر الباب وتسور الحيطان حاشيا يقال تسور الحائطة او السورة وغيرهما علىه وتسلقه وهجم عليه انتهى وضرب اهل المنكر وقذفهم فان اجابوه بكلمة تصعب عليه صار غضبه لنفسه وربما كشف ما قد امر الشرع بستره وقد سئل احمد بن حنبل عن القوم يكون معهم المنكر مغطى مثل طنبور ومسكر حاشيا الطنبور الى من الات اللعب والله والطلب ذات عنق واوتار وهي معربة انتهت قال اذا كان مغطى فلا تكسره وقال في رواية اخرى اكسره وهذا محمول على انه يكون مغطى بشيء خفيف يصفه فيتبين والاولى على انه لا يتبين وسئل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه فقال ولا عليك ما غاب عنك فلا تفتش وربما رفع هذا المنكر الى اهل المنكر والى من يظلمهم وقد قال احمد بن حنبل ان علمت ان السلطان يقيم الحدود فارفع اليه فصل ومن تلبيس ابليس على المنكر انه اذا انكر جلس في مجمع ينصف ما فعل ويتباهى به ويصب اصحاب المنكر سب الحنق عليهم ويلعنهم ولعل القوم قد تابوا وربما كانوا خيرا منه لندمهم وكبره ويندرج في ظن حديثه كشف عورات المسلمين لانه يعلم من لا يعلم والستر على المسلم واجب مهما امكن وسمعت عن بعض الجهلة بالانكار انه يهجم على قوم ما يتيقن ما عندهم ويضربهم الضرب المبرح ويكسر الاواني وكل هذا يجبه الجهل فاما العالم اذا انكر فانت منه على امان وقد كان السلف يترطفون في الانكار وراء صلة ابن اشيما رجلا يكلم امرأة فقال ان الله يراكما سترنا الله وإياكما حاشية صلة ابن اشيما ابو الصهباء وكان فقة له فضل ووراء الزاهد العابد القدوة قتل بسجستان سنة اثنتين وستين الحلية اللزء الثاني صفحة الحادية والاربعون والمئتان سير النبلاء اللزء الثالث صفحة السابعة والتسعون والاربعمائة الى صفحة الخمسمائة انتهت الحاشية وكان يمر بقوم يلعبون فيقول يا اخواني ما تقولون فيمن اراد سفرا فنام طول الليل ولعب طول النهار متى يقطع سفره فانتهب فانتبه رجل منهم فقال يا قوم انما يعلمنا هذا فتاب وصحبه حاشية صار ضريرا اعمى تأتي بعدها فصل واولى الناس بالطلطف في الانكار على الامراء يصلح ان يقال لهم ان الله قد رفعكم فاعرفوا قدر نعمته فان النعم تدوم بالشكر فلا يحصل ان تقابل بالمعاصي فصل وقد لبس ابليس على بعض المتعبدين فيرى منكرا فلا ينكره ويقول انما يأمر وينهى من قد صلح وانا ليس بصالح فكيف امر غيري وهذا غلط لانه يجب عليه ان يأمر وينهى ولو كانت تلك المعصية فيه الا انه متى انكر متنزها عن المنكر اثر انكاره واذا لم يكن متنزها لم يكد يعمل انكاره فانبغي للمنكر ان ينزه نفسه ليؤثر انكاره قال ابن عقيل رأينا في زماننا ابا بكر الاقفالي في ايام القائم اذا نهى ضال انكار منكر استتبع ما هم الشيخ لا يأكلون الا من صنعة ايديهم كابي بكر الخباز شيخ صالح شيخ صالح اضر من اطلاعه في التنور حاشيه اضر اي صار ضريرا اعمى انتهى واتبعه وجمعه ما فيه من يأخذ صدقة ولا يدنس بقبول عطاء صوام النهار قوام الليل وهم ارباب بكاء فاذا تبعه مخلط رده وقال متى لقين الجيش بمخلط انهزم الجيش حاشيه خلط الشيء بالشيء وخلطه خلطة ضمه اليه والمخلاط الذي يخلط الاشياء ويلبسها على السامعين والناظرين بحذقه ومهارته والمخلط بمعنى المخلاط وانتهت الحاشية انتهى الشريط الحادي عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب تلبيس ابليس الباب التاسع في ذكر تلبيس ابليس على الزهاد والعباد حاشية زهد فيه وعنه زهد اي اعرض عنه وتركه لتحرجه منه والاحتقاره له ويقال زهد في الدنيا اي ترك حلالها مخافة حسابه وترك حرامها مخافة عقابه وقيل الزهادة الرضا باليسير مما يتيقن جله وترك الزائد على ذلك لله تعالى والحقيقة ان الزهد هو ان تكون اوثق بما عند الله عما عند الناس فالاسلام يأمرنا ان نأخذ مصيبنا من الدنيا وان نحسن كما احسن الله الينا انتهت الحاشية قد يسمع العام من يذم الدنيا في القرآن المجيد والاحاديث فيرى ان النجاة تركها ولا يدري ما الدنيا المذمومة فيلبس عليه ابليس بانك لا تنجو في الاخرة الا بترك الدنيا فيخرج على وجهه الى الجبال فيبعد عن الجمعة والجماعة والعلم ويصير كالوحش ويخيل اليه ان هذا هو الزهد الحقيقي كيف لا وقد سمع عن فلان انه هام على وجهه وعن فلان انه تعبد في جبل وربما كانت له عائلة فضاعت او والدة فبكت لفراقه وربما لم يعرف اركان الصلاة كما ينبغي وربما كانت عليه مظالم لم يخرج منها وانما يتمكن ابليس من التلبيس على هذا لقلة علمه ومن جهله رضاه عن نفسه بما يعلم ولو انه وفق لصحبة ثقيه يفهم الحقائق لعرفه ان الدنيا لا تذم لذاتها وكيف يذم ما من الله تعالى به وما هو ضرورة في بقاء الادم وسبب في اعانته على تحصيل العلم والعبادة من مطعم ومشرب وملبس ومسجد يصلي فيه وانما المذموم اخذ الشيء من غير حله او تناوله على وجه السرف لا على مقدار الحاجة ويصرف النفس فيه بمقتضى رعوناتها لا باذن الشرع وان الخروج الى الجبال المنفردة منهي عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيت رجل وحده حاشية صحيح احمد في المسند الجزء الثاني صفحة الحادية وتسعون صحيح الجامع للالباني برقم تسعة عشر وتسعمائة بعد ستة الالاف السلسلة الصحيحة للالباني برقم ستين وانتهت الحاشية وان التعرض لتركه الجماعة والجمعة خسران لا ربح فيه والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان الجهل وفراق الوالد والوالدة في مثل هذا وعقوق والعقوق من الكبائر واما من سمع عنه انه خرج الى جبل فاحوالهم تحتمل انهم لم يكن لهم عيال ولا والد ولا والدة فخرجوا الى مكان يتعبدون فيه مجتمعين ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحة فهم على الخطأ من كانوا وقد قال بعض السلف جخرجنا الى جبل متعبد فجاءنا سفيان الثوري فردنا فصل ومن تلبيسه على الزهاد اعراضهم عن العلم شغلا بالزهد فقد استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير وبيان ذلك ان الزهد لا يتعدى نفعه عتبة بابه والعالم نفعه متعد وكم قد رد الى الصواب من متعبد فصل ومن تلبيسه عليهم انه يوهمهم ان الزهد ترك المباحات فمنهم من لا يزيد على خبز الشعير ومنهم من لا يذوق الفاكهة ومنهم من يقلل المطعم حتى ييبس بدنه ويعذب نفسه بلبس الصوف ويمنعها الماء البارد وما هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طريق اصحابه واتباعهم وانما كانوا يجوعون اذا لم يجدوا شيئا فاذا وجدوا اكلوا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللح ويحبه ويأكل الدجاج ويحب الحلوى ويستعذب له الماء البارد ويختار الماء البائت فان الماء الجاري يؤذي المعدة ولا يروي حاشية وردت احاديث كثيرة صحيحة في اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحم وحبه له انظر مختصر الشمائل المحمدية لترمذي بتحقيق الالباني برقم ثمانية وثلاثين ومئة وثلاثة واربعين ومئة واثنين وخمسين ومئة وثلاثة وخمسين ومئة والحديث عن الدجاج صحيح مختصر الشمائل المحمدية برقم واحد وثلاثين ومئة وعن الحلوى صحيح البخاري في الاطعمة باب الحلوى والعسل في الجزء التاسع صفحة الثامنة وستين بعد الاربعين ومسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة برقم واحد وعشرين وفي استعذاب الماء البارد له صلى الله عليه وسلم صحيح الترمذي في الاشربة باب ما جاء أي شراب كان أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برقم خمسة وتسعين وثمانمائة بعد الألف وستة وتسعين وثمانمائة بعد الألف والحاكم في المستدرك في الجزء الرابع برقم سبعة وثلاثين ومئة صحيح الجامع برقم سبعة وعشرين وستمائة بعد أربعة الآلاف ويختار الماء البائت هذا صحيح البخاري في الاشربة باب شرب اللذن بالماء في الجزء العاشر في صفحة الثامنة وسبعين وباب الكرع في الحوض في الجزء العاشر الصفحة التسعون وانتهت الحاشية وقد كان رجل يقول أنا لا أكل الخبيص لأني لا أقوم بشكره الخبيص الحلواء المخلوطة من التمر والسمن والجمع أخبصه انتهت الحاشية فقال الحسن البصري هذا رجل أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد وقد كان سفيان الثوري إذا سافر حمل في سفرته اللحم المشوي والفالوذج حاشية الفالوذج والفالوذ حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل وتصنع الآن من النشا والماء والسكر وهي كلمة معربة انتهت الحاشية وينبغي للإنسان أن يعلم أن نفسه مطيته ولابد من الرفق بها ليصل بها إلى المقصود فليأخذ ما يصلحها وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوات فإن ذلك يؤذي البدن والدين ثم إن الناس يختلفون في طباعهم فإن الأعراب إذا لبسوا الصوف واقتصروا على شرب اللبن لم نلمهم لأن مطايا أبدانهم تحمل ذلك وأهل السواد إذا لبسوا الصوف وأكلوا الكوامخ لم نلمهم أيضا ولا نقول في هؤلاء من قد حمل على نفسه لأن هذا عادة القوم حاشية أهل السواد قراء السواد من البلد قراء يقال خرج إلى سواد المدينة وهو ما حولها من القرى والريف ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة وما حولهما من القراء الكوامخ مفردها الكامخ وهي ما يؤتدم به أو المخللات الشهية وهي كلمة دخيلة على العربية انتهت الحاشية فأما إذا كان البدن مترفى قد نشأ على التنعم فإننا ننهى صاحبه أن يحمل عليه ما يؤذيه فإن تزهد وآثر ترك الشهوات إما لأن الحلال لا يحتمل السرف أو لأن الطعام الذي يجب كثرة التناول فيكثر النوم والكثل فهذا يحتاج أن يعلم ما يضر تركه وما لا يضر فيأخذ قدر القوام من غير أن يؤذي النفس وقد ظن قوم أن الخبز القفاز يكفي في قوام البدن ولو كفى إلا أن الاقتصار يؤذي من جهة أن أخلاط البدن تفتقر إلى الحامض والحلو والحار والبارد والممسك والمسهل والمسهل حاشية القفار من الخبز غير المأدوم امتهت الحاشية وقد دعل في الطبع ميل إلى الملائم فتارة يميل إلى الحامض وتارة يميل إلى الحل ولذلك أسباب مثل أن يقل عندها البلغم الذي لا بد في قوامها منه فتشتاق إلى اللبن ويكثر عندها الصفراء فتميل إلى الحموضة فمن كفها على التصرف على مقتضى ما قد وضع في طبعها مما يصبحها فقد آذاها إلا أن يكفها عن الشبع والشره وما يخاف عاقبته فإن ذلك يفسدها فأما الكف المطلق فخطأ فافهم هذا ولا التفت إلى قول الحارث المحاسبي وأبي طالب المكي فيما ذكر من تقليل المطعم ومجاهدة النفس بترك مباحاتها فإن اتباع الشارع وصحابته أولى وكان ابن عقيل يقول ما أعجب أموركم ما أعجب أموركم في المتدين إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة بين تجريد أذيال المرح في الصبا واللعب وبين إهمال الحقوق وإطراح العيال واللحوق بزوايا المساجد فهل لا عبدوا على عقل وشرع؟ حاشية أبو طالب المكي محمد بن علي بن عقية الواعظ المذكر الزاهد المتعبد الرجل الصالح سامع الحديث وروا عن غير واحد كان رجلا صالحا مجتهدا في الأيبادة صنف كتابا سماه قوت القلوب وذكر فيه أحاديث لا أصل لها وحكى ابن الجوزي أن أصله من الجبل وأنه نشأ بمكة وأنه دخل البصرة وقد كان أبو طالب يبيح السماع توفي في بغداد سنة ست وثمانين وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة التاسعة عشر هو الثلاثمائة وصفحة العشرون هو الثلاثمائة وانتهت الحاشية فصل ومن تلبيسه عليهم أنه يوهمهم أن الزهد هو القناعة بالدون من المطعم والملبس فحسب حاشية الدون الخسيس الحقير انتهت الحاشية فهم يقنعون بذلك وقلوبهم راغبة في الرياسة وطلب الجاه فتراهم يترصدون لزيارة الأمراء إياهم ويكرمون الأغنياء دون الفقراء ويتخاشعون عند لقاء الناس كأنهم قد خرجوا من مشاهدة وربما رد أحدهم المال لألا يقال قد بدى له من الزهد وهم من تردد الناس إليهم وتقبيل أيديهم في أوسع باب من ولايات الدنيا لأن غاية الدنيا الرياسة فصل وأكثر ما يلبس به إبليس على العباد والزهاد خفي الرياء فأما الظاهر من الرياء فلا يدخل في التلبيس مثل إظهار النحول وصفار الوجه وشعة الشعر ليستدل به على الزهد وكذلك خفض الصوت لإظهار الخشوع وكذلك الرياء بالصلاة والصدقة ومثل هذه الظواهر لا تخفى وإنما نشير إلى خفي الرياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حاشية صحيح البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي في الجزء الأول الصفحة الخامسة عشرة وفي مواضع أخرى كثيرة ومسلم في الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الصفحة الخامسة والخمسون والمئة انتهت الحاشية ومتى لم يريد بالعمل على وجه الله عز وجل لم يقبل قال مالك بن دينار قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب وأعلم أن المؤمن لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى وإنما يدخل عليه خفي الرياء فيلبس الأمر فنجاته منه صعبة وفي الحديث مرفوعا عن يسار قال قال لي يوسف بن أسباط تعلموا صحة العمل من سقمه فإني تعلمته في اثنتين وعشرين سنة حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثامن صفحة الرابعة والأربعين بعد المئتين انتهت وعن إبراهيم بن أدهم قال تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان دخلت عليه في صومعته فقلت له يا سمعان منذ كم أنت في صومعتك هذه قال منذ سبعين سنة قلت ما طعامك قال يا حنيفي وما دعاك إلى هذا قلت أحبكت أن أعلم قال في كل ليلة حمصة قلت فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة قال ترى الديرة بحذائك قلت نعم قال إنهم يأتونني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظمونني بذلك وكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد فوقر في قلبي المعرفة فقال أزيدك قلت نعم قال انزل عن الصومعة فنزلت فأدلى إلي أركوة فيها عشرون حمصة فقال لي ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى فقالوا يا حنيفي ما الذي أدلى إليك الشيخ قلت من قوته قالوا وما تصنع به نحن أحق به ساوم قلت أشرين دينار فأعطوني أشرين دينار فرجعت إلى الشيخ فقال أخطأت لو ساومتهم أشرين ألفا لأعطوك هذا عز من لا يعبده فانظر كيف تكون بعز من تعبده يا حنيفي أقبل على ربك حاشية الحنيف المائل من شر إلى خير والصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه والحنفاء من كان على دين إبراهيم عليه السلام في الجاهلية الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والدلو الصغير ساومه مساومة فاوضه في البيع والابتياع وساوم البائع بالسلعة وساوم البائع بالسلعة غالى بها انظر حلية الأولياء لأبي نعين في الجزء الثاني من الصفحة التاسعة والعشرين انتهت قلت ولخوف الرياء سترى الصالحون أعمالهم حذرا عليها وبهرجوها بضدها فكان ابن سيرين يضحك بالنهار ويبكي بالليل وكان في ذيل أيوبا السختيانين بعض الطول وكان ابن أدهم إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأصحة وبالإسناد عن وهد بن منبه قال كان رجل من أفضل أهل زمانه وكان يزار فيعظوهم فاجتمعوا إليه ذات يوم فقال إنا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان وقد خفت أن يكون قد دخل علينا في هذه الحالة في هذه حالة من الطغيان أكثر مما يدخل على أهل الأموال في أموالهم أرانا يحب أحدنا أن تقضى له حاجته وإن اشترى بيعا أن يقارب لمكان دينه وإن لقى حيية حيية ووقر لمكان دينه وإن لقى حيية ووقر لمكان دينه فشاع ذلك الكلام حتى بلغ الملك فعجب به فركب إليه ليسلم عليه وينظر إليه فلما رأاه الرجل قيل له هذا الملك قد أتاك ليسلم عليك فقال وما يصنع قال للكلام الذي وعظ به فسأل غلامه هل عندك طعام فقال شيء من ثمر الشجر مما كنت تفتر به فأمر به فأتي على مسح فوضع بيناديه فأخذ يأكل منه وكان يصوم النهار ولا يفتر فوقف عليه الملك فسلم عليه فأجابه بإجابة خفية وأقبل عار طعامه يأكله حاشية المسح الكساء من شعر وثوب الراهب انتهت فقال الملك أين الرجل فقيل له هو هذا قال هذا الذي يأكل قالوا نعم قال فما عند هذا من خير فأدبر فقال الرجل الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني في الجزء الرابع الصفحة الثامنة والأربعين انتهت وفي رواية أخرى عن وهب أنه لما أقبل الملك قدم الرجل طعامه فجعل يجمع البقول في اللقمة الكبيرة ويغمسها في الزيت فيأكل أكلا عنيفا فقال له الملك كيف أنت يا فلان فقال كالناس فرد الملك وإنان دابته وقال ما في هذا من خير فقال الحمد لله الذي أذهبه عني وهو لائم لي حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني الجزء الرابع صفحة الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون انتهت وبإسناد عن عطاء قال أراد أبو الوليد ابن عبد الملك أي ولي يزيد ابن مرفد فبلغ ذلك يزيد فلبس فروه فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجا وأخذ بيده رغيفا وعرقا وخرج بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف فجعل يمشي في الأسواق ويأكل فقيل للوليد إن يزيد قد اختلط وأخبر بما فعل فتركه ومثل هذا كثير حاشية القلنسوة لباس الرأس وهو مختلف الأشكال انتهت الحاشية فصل ومن الزهد ومن الزهد من يستعمل الزهد ظاهرا وباطلا لكنه قد علم أنه لا بد أن يتحدث بتركه للدنيا من طريق أصحابه أو زوجته فيهون عليه الصبر كما هان على الراهب الذي ذكرنا قصته مع إبراهيم بن أدهم ولو أنه أراد الإخلاص في زهده لأكل مع أهلي قدر ما ينمحي به جاه النفس ويقطع الحديث عنه فقد كان داود بن أبي هند صار عشرين سنة ولم يعلم به أهله كان يأخذ غداءه ويخرج إلى السوق فأتصدق به في الطريق فأهل السوق يظنون أنه قد أكل في البيت وأهل البيت يظنون أنه قد أكل في السوق هكذا كان الناس حاشية داود بن أبي هند القشيري مولاه أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة المتقن كان يهم بآخرة من الخامسة مات سنة أربعين ومئة وقيل قبلها التقريب الجزء الأول صفحة الخامسة وثلاثون بعد المئتين انتهت فصل ومن المتجهدين منقوته لانقطاع في مسجد أو رباط أو جبل حاشية الرباط ملجأ الفقراء من الصوفية انتهت فلذته علم الناس بانفراده وربما احتج منقطاعه بأني أخاف أن أرى في خروج المنكرات وله في ذلك مقاصد منها الكبر واحتقار الناس ومنها أنه يخاف أن يقصر في خدمته ومنها حفظ ناموسه ورياسته فإن مخالطة الناس تذهب ذلك وهو يريد أن يبقى إطراؤه وذكره حاشية أطراه أحسن الثناء عليه وبلغ فيه انتهت الحاشية وربما كان مقصوده ستر عيوبه ومقابحه وجهله بالعلم فيرى هذا ويحب أن يزار ولا يزور ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع العوام على بابه وتقبيلهم يده فهو يترك عيادة المرضى وشهود الجنائز ويقول أصحابه أعذر الشيخ فهذه عادته لا كانت عادة تخالف الشريعة ولو احتاج هذا الشخص إلى القوت ولم يكن عنده من يشتريه له صبر على الجوع لألا يخرج لشراء ذلك بنفسه فيضيع جاهه لمشيه بين العوام ولو أنه خرج فاشترى حاجته لانقطعت عنه الشهرة ولكن في باطنه حفظ ناموس وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق ويشتري حاجته ويحملها بنفسه وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب على كتفه فيبيع ويشتري وعن عبد الله بن حنظله قال مر عبد الله بن سلام على رأسه حزمة حطب فقال له ناس ما يحملك على هذا وقد أغناك الله قال أردت أن أدفع به الكبر وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عبد في قلبه مفقال ذرة من كبر من الكبر حاشية صحيح المنذري في الترغيب والترهيب الجزء الخامس صفحة السابعة والثمانون والمئة صحيح الجامعة للألباني برقم أربعة وسبعين وستمائة وسبعة آلاف وقد رواه مسلم عن ابن مسعود وسيأتي تخريجه انتهت الحاشية فصل قال المصنف وهذا الذي ذكرته من الخروج لشراء الحاجة ونحوها من التبذل كان عادة السلف القدماء حاشية تبذل الرجل ترك التصون والتحرز وترك التزين والتجمل ولبس الخلق من الثياب انتهت الحاشية وقد تغيرت تلك العادة كما تغيرت الأحوال والملابس فلا أرى للعالم أن يخرج اليوم لشراء حاجته لأن ذلك يكشف نور العلم عند الجهلة وتعظيمه عندهم مشروع ومراعاة قلوبهم في مثل هذا يخرج إلى الرياء واستعمال ما يجب الهيبة في القلوب لا يمنع منه وليس كل ما كان في السلف مما لا يتغير به قلوب الناس يومئذ ينبغي أن يفعل اليوم قال الأوزاعي كنا نضحك ونمزح فإذا صرنا يقتدى بنا فلا أرى ذلك يسعنا وقد روينا عن إبراهيم بن أدهم أن أصحابه كانوا يوما يتمازحون فدق رجل من الباب فأمرهم بالسكوت والسكون فقالوا له تعلمنا الرياء فقال إني أكره أن يعص الله فيكم قال المصنف وإنما خاف قول الجهلة انظروا إلى هؤلاء الزهد كيف يفعلون وذلك أن العوام لا يحتملون مثل هذا للمتعبدين فصل ومن هؤلاء قوم لو سئل أحدهم أن يلبس اللين من ثوبه ما فعل لألا يتوكس جاهوه في الزهد حاشية وكس الشيء وكس ووكس الشيء وكس نقص ووكس فلان غبنة انتهت ولو خرج روحه لا يأكل والناس يرونه ويحفظ نفسه في التبسم فضلا عن الضحك ويهنه إبليس أن هذا لإصلاح الخلق وإنما هو رياء يحفظ به قانون الناموس فتره مطاطئ الرأس عليه آثار الحزن فإذا خلى رأيته ليس شرع حاشية الشرع موضع كثير الأسد ويقال أسد الشرع أشداء شجعان انتهت فصل وقد كان السلف يدفعون عنهم كل ما يجب الإشارة إليهم ويهربون من المكان الذي يشار إليهم فيه والحديث بإثناب عن عبد الله بن خفيف قال قال يوسف بن أثباط خرجت من ثنح راجلاء حتى أتيت المصيصة والمصيصة حاشية المصيصة مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أمطاكية وبلاد الروم تقارب طرصوس وكانت من مشهور ثغور الإسلام وقد رابط بها الصالحون قديمة والمصيصة أيضا قرية من قرش دمشق معجم البلدان الجزء الخامس الصفحة الرابعة والأربعون والمئة والخامسة والأربعون والمئة سنح إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصديق والسنح أيضا موضع بنجد قرب جبل طي نزله خالد بن الوليد في حرب الردة فجاء رعدي بن حاتم بإسلام طي معجم البلدان ليقوت الجزء الخامس الصفحة الثامنة والأربعون والمئة الراجل الماشي على رجليه والجمع رجال ورجالة انتهت الحاشية وجرابي على عنقي فقام ذا من حانوته يسلم عليه وذا يسلم فطرحت جرابي ودخلت المسجد أصلي ركعتين فأحدقوا به فطلع رجل في وجهه فقلت في نفسي كم بقاء قلبي على هذا فأخذت جرابي ورجعت بعرقي وعنائي إلى سنح فما رجعت إلى قلبي سنتين حاشية انظر حليات الأولياء لأبي نعيم الجزء الثامن الصفحة الرابعة والأربعون بعد المئتين وانتهت الحاشية فصل ومن الزهاري من يلبس الثوب المخرق ولا يخيطه وأترك إصلاح عمامته وتسريح لحيته ليرى أنه ما عنده من الدنيا خير وهذا من أبواب الرياء فإن كان صادقا في أعراضه عن أغراضه كما قيل لداود الطائي ألا تسرح لحيتك فقال إني عنها لمشغول فليعلم أنه سلك غير الجاد إذ ليست هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حاشية داود بن نصير أبو سليمان الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد من الثامنة مات سنة ستين ومئة للهجرة وقيل سنة خمس وستين ومئة للهجرة التقريب الجزء الأول الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئتين انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا فصل ومن الزهاد من يلبس الثوب المخرق ولا يخيطه ويترك إصلاح عمامته وتسريح لحيته ليرى أنه ما عنده من الدنيا خير وهذا من أبواب الرياء فإن كان صادقا في إعراضه عن أغراضه كما قيل لداود الطائي ألا تسرح لحيتك فقال إني عنها مشغول فليعلم أنه سلك غير الجاد إذ ليست هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فإنه كان يسرح شعره وينظر في المرآة ويدهن ويتطيب وهو أشغل الخلق بالآخرة حاشية الأحاديث صحيحة التي تروى في تسريح الرسول لشعره وخضابه والدهانه كثيرة نذكر منها عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وسدل الشعر إرساله ومعنى فرق رأسه أي ألقى الشعر إلى جانب رأسه باء عن عائسة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض والترجيل التسريح جيم عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله عن الترجل إلا غب والغب اليوم بعد اليوم أي يرجل شعره وينظفه ويحسنه من وقت لآخر دال سئل جابر ابن سامرة عن سيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤية منه شيء هاء سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم واو عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوب والأحاديث التي تروى في تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر منها والي قراءة الهامش ألف عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله سكة يتطيب منها والسكة وعاء يوضع فيه الطيب باء عن أنس قال إن النبي كان لا يرد الطيب انظر مختصر الشمائل المحمدية أرقام أربعة وعشرين خمسة وعشرين شمانية وعشرين اثنين وثلاثين شمانية وثلاثين أربعين خمسة وثمانين ومئة ستة وثمانين ومئة وانتهت الحاشية وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخضبان بالحناء والكتم وهما أخوف الصحابة وأزهدهم فمن ادعى رتبة تزيد على السنة وأفعال الأكابر لم يلتفت إليه حاشية الحناء والكتم ورق يسبغ به وخضاب أبي بكر وعمر صحيح انتهت الحاشية فصل ومن الزهاد من يلزم الصمت الدائم وينفرد عن مخالطة أهله فيؤذيهم بقبح أخلاقه وزيادة انقباضه وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح فيلاعب الأطفال ويحدث أزواجه وسابق عائشة إلى غير ذلك من الأخلاق اللطيفة فهذا المتزهد الجاعل زوجته كالأيم وولده كاليتيم لانفراده عنهم وقبح أخلاقه لأنه يرى أن ذلك يشغله عن الآخرة ولا يدري لقلة علمه أن الانبساط إلى الأهل من العون على الآخرة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وربما غلب على هذا المتزهد التجفف فترك مباضعة الزوجة فيضيع فرضا بنافلة غير ممدوحة هاشية أما مزاح الرسول وملاعبته الأطفال فعن أنس بن مالك أن النبي قال له يا ذا الأذنين قال أبو أسامة يعني يمازحه وعن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا انظر مختصر الشمائل المحمدية برقم مئتين وبرقم اثنين بعد المئتين حديثه لأزواجه من الأحاديث الصحيحة التي تروى في ذلك حديث أم زرع الطويل المشهور مسابقته لعائشة صحيح ابن ماجه في النكاح باب حسن معاشرة النساء برقم تسعة وسبعين وتسعمائة بعد الألف أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة التاسعة والثلاثون والتاسعة والعشرون والمئة ثانية والثمانون والمئة حديث والستون والمئتان الثمانون بعد المئتين الأيم العزب رجلا كان أو امرأة تزوج من قبل أو لم يتزوج وهي أيمة أيضا والحديث الذي يشير إلى هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك هو صحيح البخاري في النكاح باب تزوج السفيبات الجزء التاسع الصفحة الرابعة والعشرون مسلم في الرضاع باب استحباب نكاح البكر من الخامسة والخمسين إلى السابعة والخمسين وانتهت الحاشية فصل ومن الزهاد من يرى عمله فيعجبه فلو قيل له أنت من أوتاد الأرض رأى ذلك حقا حاشية كذلك لفظة البضع هو الزواج وعقده وكذلك المهر والفرج أوتاد الأرض الجبال وأوتاد البلاد رؤساؤها وأوتاد الصوفية أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم شرقي وغربي وشمالي وجنوبي مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة انتهت الحاشية ومنهم يترصد لظهور كرامته ويخيل إليه أنه لو قرب من الماء قدر أن يمشي عليه فإذا عرض له أمر فدعا فلم يجب تذمر في باطنه فكأنه أجير يطلب أجر عمله حاشية تذمر لا منسة على ثائت وتغضب وتذمر عليه تنكر له وتواعده انتهت ولو رزق الفهم لعلم العدوية العدوية البصرية العبكة المشهورة ذكرها أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في صفة الصفوة والسهر وردي في المعارف والقشيري وأثنى عليها أكثر الناس وقد ذكروا لها أحوالا وأعمالا صالحة وصيام نهار وقيام ليل ورؤية لها منامات صالحة توفي بقدس الشريف سنة خمس وثمانين ومئة البداية والنهاية لابن كثير في الجوئي العاشر في الصفحة السادسة والثمانين والمئة والسابعة والثمانين والمئة انتهت وقيل لها هل لا عملت عملا فرين أنه يقبل منك فقالت إذا كان فما خافتي أن يرد علي فصل ومن تلبيس إبليس على قوم من الزهاد الذي دخل عليهم فيه من قلة العلم أنهم يعملون بواقعاتهم ولا يلتفتون إلى قول الفقه حاشية أي بما يرونه موافقا لمزاجهم وهواهم انتهى قال ابن عقيل كان أبو إحاق الخراز صالحا وهو أول من لقنني كتاب الله وكان من عادته الإنساك عن الكلام في شهر رمضان فكان يخاطب بآي القرآن فيما يعرض إليه من الحوائج فيقول في إذنه ودخلوا عليهم الباب المائدة الثالثة والعشرون ويقول لابنه في عشية الصوم من بقلها وقفثائها البقرة الحادية والستون آمرا له أن يشتري البقل فقلت له هذا الذي تعتقده عبادة هو معصية فصعب عليه فقلت إن هذا القرآن العزيز أنزل في بيان أحكام شرعية فلا يستعمل في أغراض دنيوية وما هذا إلا بمثابة صريك السدر والأشنان في ورق المصحف أو توسدك أو توسدك له فهجرني ولم يصغي إلى الحجة حاشية السدر شجر النبق واحدته سدرة والأشنان أو الإشنان شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي توسد اتكأ وتوسد ذراعه نام عليها وجعلها كالوسادة له انتهت الحاشية قال المصنف قلت وقد يسمع الزاهد القليل العلم أشياء من العوام فيفتي به وعن أبي حكيم إبراهيم بن بينار الفقيه أن رجل أني استفته فقال ما تقول في امرأة طلقت ثلاثة فولدت ذكر هل تحل لزوجها قال فقلت لا وكان عندي الشريف الدحالي وكان مشهورا بالزهد عظيم القدر بين العوام فقال لي بلى تحل فقلت ما قال بهذا أحد فقال والله لقد أفيت بهذا منها هنا إلى البصرة قال المصنف فانظر ما يصنع الجهل بأهله ويضاف إليه حفظ الجاه خوفا أن يرى الزاهد بعين الجهل وقد كان السلف ينكرون على الزاهد مع معرفته بكثير من العلم أن يفتي لأنه لم يجمع فروط الفتوى فكيف لو رأوا تخبيط المتسهدين اليوم في الفتوى بالواقعات وعن إسماعيل بن شبه قال دخلت على أحمد بن حنبل وقد قدم أحمد بن حرب من مكة فقال لي أحمد بن حنبل من هذا الخراساني الذي قد قدم قلت من زنده كذا وكذا ومن ورعه كذا وكذا فقال لا ينبغي لمن يدعي ما يدعيه أن يدخل نفسه في الفتوى فصل ومن تلبيته على الزهد وسليم هؤلاء يمشي وحده وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم حاشية صحيح البخاري في الجهاد باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة الجزء السادس الصفحة الثلاثون والمئة ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي برقم أربعة وثلاثين وحمر النعم هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه انتهت الحاشية فصل ومما يعيبون به العلماء تفسخ العلماء في بعض المباحات التي يتقوون بها على دراسة العلم وكذلك يعيبون جامع الأموال ولو فهموا معنى المباح لعلموا أنه لا يذم فاعله وغاية الأمر أن غيره أولى منه أفيحسن لمن صلى الليل أن يعيب على من أدى الفرض ونام وبالإسناد عن محمد بن جعفر الخولاني قال حدثني أبو عبد الله الخواص وكان من أصحاب حاتم الأصم قال حاشية انظر حديث أبي نعيم عنه في حية الأولياء في الجزء الثامن صفحة الثالثة والسبعين إلى الثالثة والثمانين انتهى قال دخلنا مع حاتم البلخي إلى الري ومعه ثلاثمائة وأشرون رجلا من أصحابه يريد الحج وعليهم الصوف والزر ما نقات حاشية الري مدينة مشهورة من أمهات البلاد كثيرة الفواكه والخيرات بينها وبين نيسابور مئة وستون فرسخة وهي محط الحاج قال عنها الإستخري ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها معجم البلدان الجزء الثالث صفحة الثالثة عشر بعد المئة والسبعة عشر بعد المئة الزر ما نقه جبة صوف قال أبو عبيد أراها عبرانية وقيل هو فارسي معرب وأصله شتربانة أي متاع الجمال انتهت الحاشية وعليهم الصوف والزر ما نقات ليس فيهم من معه جراب ولا طعم فنزلنا على رجل من التجار متنسك فضافنا تلك الليلة فلما كان من الغد قال لحاتم يا أبا عبد الرحمن لك حاجة فإني أريد أن أعود فقيها لنا وهو عليل فقال حاتم إن كان لكم فقيه عليل فعيادة الفقيه لها فضل كبير والنظر إلى الفقيه عبادة وأنا أجيء معك وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الري فقال له مر بنا يا أبا عبد الرحمن فجاء إلى أبا بداره فإذا البواب فبقي حاتم متفكرا يقول يا ربي دار عالم على هذه الحال ثم أذن لهم فدخلوا فإذا بدار قوراء وآلة حسنة وبزة وفرش وستور حاشية قوراء يقال قاورات الدار وغيرها واسعت فهي قوراء والبيت أقور انتهت الحاشية فبقي حاتم متفكرا ينظر حتى دخل إلى المجلس الذي فيه محمد بن مقاتل وإذا بفراش حسن وطيء وهو عليه راقد وعند رأسه مذبة وناس نقوف فقاعد الرازي وبقي حاتم قائمة فأومأ إليه محمد بن مقاتل بيده أن اجلس فقال حاتم لا أجلس فقال له ابن مقاتل فلك حاجة قال نعم قال وما هي قال مسألة أسألك عنها قال فاسألني قال حاتم قم فاستوي جالسا حتى أسألك عنها فأمر غلمانه فأسندوه فقال حاتم علمك هذا من أين جئت به فقال حدثني الثقات عن الثقات من الأئمة قال عن من أخذوه قال عن التابعين قال والتابعون عن من أخذوه قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من أخذوه قال قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جاء به قال عن جبريل عن الله عز وجل فقال حاتم ففيما أداه جبريل عن الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وأداه الصحابة إلى تابعيهم وأداه التابعون إلى الأئمة وأداه الأئمة إلى الثقات وأداه الثقات إليكم هل سمعتم في هذا العلم من كانت داره في الدنيا أحسن وفراشه أليا وزينته أكثر كان له المنزلة عند الله عز وجل أكبر قال لا قال فكيف سمعت قال سمعت من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته كان عند الله عز وجل له منزلة أكثر وإليه أقرب قال حاتم وأنت بمن اقتضيت أبن نبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه والتابعين من بعدهم والصالحين على أثرهم أو فرعون ونمروذ فإنهما أول من بنى بالجس والآجر يا علماء السوء إن الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها يقول هذا العالم على هذه الحالة ألا أكون أنا قال فخرج من عنده وازداد محمد بن مخاتل مرضى وبلغ أهل الريء ما جرى بين حاتم وبين ابن مقاتل فقالوا لحاتم إن محمد بن عبيد التنافسي بقزوين أكثر شيئا من هذا فصار إليه فدخل عليه وعنده الخلق يحدثهم فقال رحمك الله أنا رجل أعجمي جئتك لتعلمني مبدأ ديني ومفتاح صلاتي كيف أتوضع للصلاة فقال نعم وكرامة يا غلام إناء فيه ماء فجاءه بإناء فيه ماء فقاعد محمد بن عبيد فتوضع ثلاثة ثم قال له هكذا فتوضع قال حاتم مكانك رحمك الله حتى أتوضع بين يديك ليكون أوكد لما أريد فقام التنافسي وقعد حاتم مكانه فتوضع وغسل وجهه ثلاثة حتى إذا بلغ الذراع غسل أربعة فقال التنافسي أسرفت قال حاتم فبماذا أسرفت قال غسلت ذراعك أربعة قال يا سبحان الله أنا فيك الثماء أسرفت وأنت في جميع هذا الذي أراه كله لم تسرف فعلم التنافسي أنه أراده بذلك فدخل البيت ولم يخرج إلى الناس أربعين يوما وخرج حاتم إلى الحجاز فلما صار إلى المدينة أحب أن يخصم علماء المدينة فلما دخل المدينة قال يا قوم أي مدينة هذه قالوا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فأين قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذهب إليه فأصلي فيه ركعتين قالوا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصر إنما كان له بيت لاطئ حاشية لاطئ بالأرض التصق بها والمقصود أنه بيت متواضع بني بالطين وسقفه بالجريد ولو مد الواقف يده لأمسكت بالسقف لكن هذا البيت كان مهبط الأمين ومنزل الوحي وبيت النبوة ودار الطهر انتهت الحاشية قال فأين قصور أهله وأصحابه وأزواجه قالوا ما كان لهم قصور إنما كانت لهم بيوت لاطئة فقال حاتم فهذه مدينة فرعون قال في سبوه وذهبوا به إلى الوالي وقالوا هذا العجمي يقول هذه مدينة فرعون فقال الوالي لما قلت ذلك قال حاتم لا تعجل علي أيها الأمير أنا رجل غريب دخلت هذه المدينة فسألت أي مدينة هذه قالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت عن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصور أصحابه قالوا إنما كانت لهم بيوت لاطئة وسمعت الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأحزاب الحادية والعشرون فأنتم بمن تأسيتم برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بفرعون حاشية انظر حليات الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثامنة صفحة الثمانين إلى الثالثة والثمانين انتهت قال المصنف قلت الويل للعلماء من الزاهد الجاهل الذي يقتنع بعلمه فيرى الفضل فرضا فإن الذي أنكره مباح والمباح مأذون فيه والشرع لا يأذن في شيء ثم يعاتب عليه فما أقبح الجهل ولو أنه قال لهم لو قصفرتم فيما أنتم فيه لتقتدي الناس بكم كان أقرب حاله ولو سمع هذا بأن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوان وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم وفلان وفلانة من الصحابة خلفوا مالا عظيما أتراه ماذا كان يقول وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم وكان يقوم فيها بالليل ففرض على الزاهد التعلم من العلماء حاشية تميم الداري ابن أوس ابن خارجة صحابي مشهور سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان قيل مات سنة أربعين للهجرة التقريب الجزء الأول صفحة الثالثة عشرة بعد المئة انتهت فإذا لم يتعلم فليسكت وعن مالك بن دينار رضي الله عنه قال إن الشيطان لا يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز حاشية الجوز من كل شيء وسطه والجوز ثمر يؤكل معرب انتهت وعن حبيب الفارسي يقول والله إن الشيطان لا يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز حاشية انظر حيات الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثالث الصفحة الثانية والخمسين بعد المئة والثالثة والخمسين بعد المئة انتهت قال المصنف المراد بالقراء الزهاد وهذا اسم قديم لهم معروف والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد قال المصنف الصوفية من جملة الزهاد وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد إلا أن الصوفية تنفرد عن الزهاد بصفات وأحوال وتوسموا بسمات فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الرقص واللعب فلابد من كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم ولا ينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة وفروعها وشرح أمورها والله الموفق للصواب فصل قال المصنف كانت النسبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والإسلام فيقال مسلم ومؤمن ثم حدث اسم زاهد وعابد ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفة واسمه الغوث بن مر فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية وعن ابن سعيد الحافظ قال سألت وليد بن القاسم إلى أي شيء ينسب الصوفي فقال كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفية قال عبد الغني فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث بن مر ابن أخي تميم ابن مر وعن الزبير بن بكار قال كانت الإجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر ابن أد ابن طابخة ثم كانت في ولده وكان يقال لهم صوفة وكان إذا حانت الإجازة قالت العرب أجز صوفة قال الزبير قال أبو عبيدة وصوفة وصوفان يقال لكل من ولي البيت شيئا من غير أهله أو قام بشيء من أمر المناسك يقال لهم صوفة وصوفان وعن محمد بن السائب الكلبي قال إنما سمي الغوث ابن مر صوفة لأنه ما كان يعيش لأمه ولد فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة ففعلت فقيل له صوفة ولولده من بعده وعن عقال بن شبه قال قالت أم تمين ابن مر وقد ولدت نسوة فقالت لله علي إن ولدت غلاما لأعبدنه للبيت فولدت الغوث ابن مر فلما ربطته عند البيت أصابه الحر فمرت به وقد سقطا واسترخا فقالت ما صار ابني إلا صوفة فنسمى صوفة وكان الحج وإجازة الناس من عرفه إلى منا ومن منا إلى مكة لصوفة فلم تزل الإجازة في عقب صوفة حتى أخذتها عدوان فلم تزل في عدوان حتى أخذتها قريش فصل قال المصنف وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة وإنما ذهبوا إلى هذا لأنهم رأوا أهل الصفة على ما ذكرنا من صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عز وجل وملازمة الفقر فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أهل الصفة وعن الحسن قال بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خير حاشية ابن أبي الحسن البصري ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس وهو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومئة للهجرة وقد قارب التسعين التقريب الجزء الأول الصفحة الخامسة والستون والمئة انتهت الحاشية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيقول السلام عليكم يا أهل الصفة فيقولون وعليك السلام يا رسول الله فيقول كيف أصبحتم فيقولون بخير يا رسول الله وعن أبي ذر قال حاشية أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء في الجزء الأول في الصفحة الأربعين بعد الثلاثمئة انتهت وعن أبي ذر قال كنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل فيبقى من بقي من أهل الصفة عشر أو أقل فيؤثرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشائه فنتعشى فإذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموا في المسجد انتهى الشريط الثاني عشر من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب تلبيس إبليس نوصل القراءة في الباب العاشر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهات قال المصنف وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا ونسبة الصوفي إلى أهل الصفة غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفي وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة حاشية نبات عشبي يظهر له زغب يشبه الصوف انتهى وهي بقلة رعناء قصيرة فنسبوا إليها لجتزائهم بنبات الصحراء وهذا أيضا غلط لأنه لو نسبوا إليها لقيل صوفاني وقال آخرون هو منسوب إلى صوفة القفاء وهي الشعرات النابتة في مؤخره في مؤخره كأن الصوفي عطف به إلى الحق وصرفه عن الخلق وقال آخرون بل هو منسوب إلى الصوف وهذا محتمل والصحيح الأول حاشية اختلفت الآراء وتباينت في تحديد أصل كلمة التصوف وقد عرض ابن الجوزي لأكثرها مرجحا أحدها والحقيقة أن الخلاف حول أصل هذه الكلمة نقل في العصر الحديث كما كان في القديم إلا أن بعض القدماء وأكثر المحدثين يذهبون إلى أن كلمة التصوف مشتقة من الصوف فيقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف أما الرأي الذي أخذ به ابن الجوزي فإن الدكتور مصطفى الشكعة يعلق عليه قائلا وهناك من نسب الصوفية إلى العصر الجاهري وفي مقدمة هؤلاء ابن الجوزي الذي ذهب إلى تبني هذا الرأي رغم جلال علمه وهو رأي يصعب الأخذ به لسذاجته انظر في تفصيل هذه القضية المراجع التالية إسلام بلا مذاهب الصفحة الحادية والأشرون والخمسمائة وما بعدها الدكتور مصطفى الشكعة الحياة الروحية في الإسلام الصفحة الخامسة والمئة والتاسعة والمئة الدكتور محمد مصطفى حلمي مدخل إلى التصوف الإسلامي في الصفحة الحادية والأشرين لأبي الوفد تفتزاني انتهت الحاشية وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مئتين حاشية يقول الدكتور محمد مصطفى حلمي اختلفت الآراء وتبينت وجهات النظر حول التاريخ الذي ظهرت فيه كلمة صوفي ففريق يرى أن هذا الاسم قبل المئتين من الهجرة وفريق آخر يذهب إلى أنه قد عرف في الملة الإسلامية قبل ذلك وفريق ثالث يزعم أنه لفظ جاهلي عرفه العرب قبل الإسلام ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فإن أوثق المصادر الصوفية تظهرنا على أن أول من أطلق عليه اسم الصوفي هو أبو هاشم الكوفي المتوفى سنة خمسين ومئة الحياة الروحية في الإسلام صفحة الثالثة والمئة والرابعة والمئة وانتهت الحاشية وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مئتين ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلوها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله عن الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الآخرة وعن أبي بكر بن المثاقف قال سألت الجنيدة بن محمد عن التصوف فقال الخروج عن كل خلق الرديء والدخول في كل خلق سني وعن محمد بن خفيف قال قال رويم هاشية هو ابن أحمد ويقال ابن محمد بن رويم بن يزيد أحد أحمد الصوفية كان علما بالقرآن ومعانيه وكان يتفقه على مذهب أبي داود الظاهري توفي سنة ثلاث وثلاثمائة البداية والنهاية لابن كثير الجزء الحادي عشر صفحة الخامسة والعشرون والمئة وانتهت الحاشية قال كل الخلق قاعدوا على الرسوم وقاعدت هذه الطائفة على الحقائق وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومدومة الصدق قال المصنف وعلى هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيه فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفئ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة ثم ما زال الأمر ينمى حاشية نمى الحديث شاع ونمى المال ونحوه زاد ونمى المال زاده وكثره انتهت الحاشية ثم ما زال الأمر ينمى والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم ويتفق بعدهم عن العلماء بل رؤيتهم ما هم فيه أوفى العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر حاشية يصف ابن خلدون المقابلة بين علمي الفقه والتصوف قائلة وصار علم الشريعة على صنفين صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتية وهي الأحكام العامة في الإبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم أي الصوفية في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك مقدمة ابن خلدون الصفحة الحادية عشر بعد الأربعمائة والثانية عشر بعد الأربعمائة ومعنى هذا أنه أصبح للصوفية علم له موضوعاته ومناهجه وغاياته التي تختلف عن موضوعات الفقه ومناهجه وغاياته على أن هذا التمييز اعتباري ولا خلاف بين العلمين في الحقيقة فأحدهما وهو علم الباطن ثامرة للآخر وهو الظاهر انظر الحياة الروحية في الصفحة السادسة عشر بعد المئة والسابعة عشر بعد المئة ومدخل إلى التصوف في الصفحة السادسة والتسعين والسابعة والتسعين والثامنة والتسعين وانتهت الحاشية ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فالدعى عشق الحق والهيمان فيه فكأنهم تخيالوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به وهؤلاء بين الكفر والبدعة ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال بالحلول حاشية الحلول اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر ومذهب الحلول القول بأن الله حال في كل شيء والحلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول انتهت الحاشية ومنهم من قال بالاتحاد حاشية اتحد الشيئان أو الأشياء صارت شيئا واحدا والاتحاد عند المتصوفة اندماج الخالق والمخلوق انتهت الحاشية وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننة وجاء أبو عبد الرحمن السلمي حاشية محمد بن حسين بن موسى روى عن الأصم وغيره وعنه مشيخ البغداديين وروى عنه البيهقي وغيره له بني سابور دار معروفة وفيها صوفية وبها قبره وكانت له عناية بأخبار الصوفية فصنف لهم تفسيرا على طريقتهم وسننا وتاريخا وجمع شيوخا وتراجم وأبوابا كانت وفاته سنتين اثنتين عشرة واربعمائة البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحات الثانية عشرة والثالثة عشرة وما بعدها انتهت الحاشية وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن وجمع لهم حقائق التفسير فذكر عنهم فيه العجبة في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم وإنما حملوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن وعن محمد ابن يوسف القطان النيسابوري قال كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة ولم يكن سمع من الأصم إلا شيئا يسيرا فلما مات الحاكم أبو عبد الله ابن البيع حدث عن الأصم بتاريخ يحيى بن معين وبأشياء كثيرة سواه وكان يضع للصوفية الأحاديث حاشية انظر البداية والنهاية في الجزء الثاني عشر في الصفحة الثانية عشرة والثالثة عشرة وانتهت الحاشية قال المصنف وصنف لهم أبو نصر السراج كتابا سماه لماع الصوفية ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالى حاشية عبد الله بن علي الطوسي أبو نصر صوفي بغدادي على طريقة السنة كان يلقب بطاوس الفقراء وكان شيخ الصوفية ويعد شيخا للسلمي وللسراج كتاب كتاب النمع في التصوف انتهت الحاشية وصنف لهم أبو طالب المكي قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه إلى عصل من صلوات الأيام والليالي وغير ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد وردد فيه قول قال بعض المكاشفين وهذا كلام فارغ وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه وعن أبي طاهر محمد بن العلاف قال دخل أبو طالب المكي إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ فخلط في كلامه فحفظ عنه أنه قال ليس على المخلوق أضر من الخالق فبدعه الناس وهجروه حاشية بدعه الناس نسبوه إلى البدعة انتهت الحاشية فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك حاشية انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الحادي عشر في الصفحة التاسعة عشر بعد الثلاثمائة وصفحة العشرين بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية قال الخطيب وصنف أبو طالب المكي كتابا سماه قوت القلوب على لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات قال المصنف وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب الحية وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستحي أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي الله عنهم حاشية أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة منها حية الأولياء في مجلدات كثيرة دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرقه وله معجم الصحابة دلائل النبوة الطب النبوي تاريخ أصبهان قال ابن الجوزي سمع الكثير وصنف الكثير وكان يميل إلى مذهب الأشعري في الاعتقاد ميلا كثيرا توفي سنة ثلاثين وأربعمائة عن أربع وتسعين سنة رحمه الله البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الخامسة والأربعون وانتهت الحاشية فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحا القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حمل وكذلك ذكر السلمية في طبقات الصوفية والفضيل وإبراهيم ابن أدهم ومعروفا الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهد فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهم أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذم التصوف على ما سيأتي ذكره حاشية؟ بعد أن استعرض الدكتور محمد مصطفى حلمي مع صاحب عوارف المعارف السهر وردي الفرق بين الفقر والزهد والتصوف يقرر في النهاية أن التصوف أرقى من الفقر والزهد وإن كان منطويا عليهما ومستندا إليهما وأن الفقر والزهد بمثابة المدخل إلى أبواب التصوف أو التمهيد الذي يمهد النفس الإنسانية للتحقق بالأحوال الروحانية المشرقة والنفحات القلبية الصادقة التي هي قوام التصوف وسبيل الصوفي إلى كشف الحقيقة الحياة الروحية الصفحة الحادية بعد المئة الثانية بعد المئة والثالثة بعد المئة وانتهت الحاشية وصنف لهم عبد الكريم ابن هوازن القشيري كتاب الرسالة حاشية أبو القاسم أمه من بني سليم توفي أبوه وهو طفل فقرأ الأدب والعربية وصحب الشيخة أبا علي الدقاق وأخذ الفقه عن التوصي وأخذ الكلام عن ابن فورك وصنف الكثير وله التفسير والرسالة التي ترجم فيها جماعة من المشايخ الصالحين وكان يعظ الناس توفي بني سابور سنة خمس وستين وأربع مئة عن سبعين سنة البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة السابعة بعد المئة وانتهت الحاشية وصنف لهم عبد الكريم ابن هوازن القشيري كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه وجاء محمد بن طاهر المقدسي فصنف لهم صفوة التصوف فذكر فيه أشياء يستحي العقل من ذكرها سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى حاشية ابن علي ابن أحمد أبو الفضل المقدسي الحافظ ولد سنة 48 و400 وأول سماعه سنة 64 سافر في طلب الحديث إلى بلاد كثيرة وسمع كثيرا وكان له معرفة جيدة بهذه الصناعة وصنف كتبا مفيدة غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع وفي التصوف وساق فيه أحاديث منكرة كثيرة وكانت وفاته سنة سبع وخمسمائة البداية والنهاية اللزء الثاني عشر الصفحة السادسة والسبعون والمئة والسابعة والسبعون والمئة وانتهت الحاشية وكان شيخنا أبو الفضل ابن ناصر الحافظ يقول كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة قال وصنف كتابا في جواز النظر إلى المرد أورد فيه حكاية عن يحيى بن معين حاشية انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثاني عشر في الصفحة السابعة والسبعين والمئة انتهت أورد فيه حكاية عن يحيى بن معين رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليها فقيل له تصلي عليها فقال صلى الله عليها وعلى كل مليح قال شيخنا ابن ناصر وليس ابن طاهر بمن يحتج به وجاء ابو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه حاشية محمد بن محمد بن محمد ولد سنة خمسين وأربع مئة تفقه على يد إمام الحرمين برع في علوم كثيرة له مصنفات منتشرة في فنون متعددة فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه ساد في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد في سنة أربع وثمانين وأربعمائة فحضر عنده رؤوس العلماء ثم إنه خرج عن الدنيا وأقبل على العبادة ورحل إلى الشام فأقام بها مدة وصنف في هذه المدة الإحياء مع ما يشتمل عليه من مزايا فإنه قد اشتمل على أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات وقد شنع عليه ابن الجوزي وابن صلاح في ذلك تشنيعا كثيرا وصنف ابن الجوزي كتابا على الإحياء سماه علوم الأحياء بأغاليط الإحياء ويقال إنه في آخر حياته عاد إلى بلده طوس فأقام بها حتى مات سنة خمس وخمسمائة البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة الثالثة وسبعون والمئة والرابعة والسبعون والمئة وانتهت الحاشية وجاء ابو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها وتكلم في علم مكاشفة وخرج عن قانون الفقه وقال إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات وهذا من جنس كلام الباطنية وقال في كتابه المفسح بالأحوال إن الصوفية في قضتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم ثوائدا ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق قال المصنف وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة علمهم بالسنن والإسلام والآثار وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم وإنما استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد وما رأوا حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة ولا كلاما أرق من كلامهم وفي سيار السلف نوع خشونة ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهرها النظافة والتعبد وفي ضمنها الراحة والسماع والطباع تميل إليها وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من الصلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء فصل وجمهور هذه التصانيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل وإنما هي واقعة تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها وقد سموها بالعلم الباطن وسئل أحمد بن حنبل عن الوساوس والخطرات فقال ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون قال المصنف وقد روينا في أول كتابنا هذا عن ذنون نحو هذا وروينا عن أحمد بن حنبل أنه سمع كلام الحارس المحاسبي فقال لصاحب له لا أرى لك أن تجالسهم وعن سعيد بن عمر البردعي قال شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارس المحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب هذه الكتب كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب حاشية أبو زرعة هو ابن عمر بن جرير البجلي الكوفي قيل اسمه هرم وعمر وعبد الله وعبد الرحمن وجرير شقة من السالثة التقريب الجزء الثاني الصفحة الرابعة والعشرون بعد الأربع مئة وانتهت الحاشية هذه الكتب كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب قيل له في هذه الكتب عبرة قال من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والآئمة المتقدمة صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم الخالفوا أهل العلم يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي ومره بعبد الرحيم الدبيلي ومره بحاتم الأصم ومره بشقيق ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذنون المصري حاشية الأحوال جمع حال وهو ما يدخل قلب الثالك دون اختيار أو تعمد أو جلب أو اكتساب وقيل إن معنى الأحوال ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب وهناك من يقول إن الأحوال من نتائج المقامات وإنها مواهب تأتي من عين الوجود انظر قاسم غني تاريخ التصوف الإسلامي في الصفحة الثالثة والخمسين بعد الأربع المائة والمقامات جمع مقام وهو ثبات الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة الاجتهاد وصحة النية وهي مكاسب بمواهب وهناك من يقول إن المقامات نتائل الأعمال انظر مجمع المصطلحات الصوفية الملحق بكتاب تاريخ التصوف في الإسلام في الصفحة الخامسة بعد التسعمائة ظنون المصري ثوبان ابن إبراهيم الأخميمي المصري أبو الفيض أحد الزهاد العباد المشهورين ينسب إلى أخميم بصعيد مصر كانت له فصاحة وحكمة وشعر وقد شكي عليه مرة إلى المتوكل فأحضره من مصر إلى العراق فلما دخل عليه وعظه فأبكاه فرده مكرم توفي ذنون بالجيزة سنة خمس واربعين ومائتين وقيل سنة ست واربعين وقيل سنة ثمان واربعين البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة السابعة والاربعون بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك علماء مصر لما شاء خبره أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة قال السلمي وأخرج أبو سليمان الداراني من دمشق حاشية عبد الرحمن بن أحمد بن عطية وقيل عبد الرحمن بن عسكر أحد أئمة العلماء أصله من واسط سكن قرية غربي دمشق قال لها دارية وقد سمع الحديث من سفيان الثوري وغيره وروا عنه ابن أبي الحواري وجماعة وقد اختلف الناس في وفاته على أقوال فقيل مات سنة أربع ومئتين وقيل خمس ومئتين وقيل سنة خمس عشر ومئتين وقيل سنة خمس وثلاثين ومئتين فالله أعلم البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة الخامسة والخمسون والمئتين إلى التاسعة والخمسين بعد المئتين انتهت الحاشية وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكة وأنهم يكلمون حاشية البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة الثامنة والخمسون والمئتين والتاسعة والخمسون والمئتين وانتهت وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء حاشية أحمد بن عبد الله بن ميمور بن العباس ابن الحارث التغلبي أبو الحسن بن أبي الحواري ثقة زاهد من العاشرة مات سنة ست واربعين ومائتين التقريب الجزء الأول صفحة الثامنة عشرة البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة الثامنة والاربعون والثلاثمائة والتاسعة والاربعون والثلاثمائة وانتهت الحاشية وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء فهرب من دمشق إلى مكة وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد البسطامي ما كان يقول حتى إنه ذكر للحثين بن عيسى أنه يقول لي معراج كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم معراج فأخرجوه من بسطام حاشية بسطام بلدة كبيرة على جادة الطريق إلى نيسابور وهي ذات أسواق إلا أن أبنيتها مقتصدة ليست من أبنية الأغنياء وكان فتحها في عهد عمر على يد نعين بن مقر بالمصالحة معجم البلدان الجزء الثاني الصفحة الثمانون والمئة والحادية الثمانون والمئة وانتهت الحاشية وأقام بمكة سنتين ثم رجع إلى جورجان فأقام بها إلى أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى بسطام قال السلمي وحكى رجل عن سهل بن عبد الله التستري أنه يقول إن الملائكة والجن والشياطين يحضرونه وإنه يتكلم عليهم فأنكر ذلك عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح فخرج إلى البصرة فمات بها انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل الكلام في تلبيس إبليس على جملة الزهاد والصوفية قال السلمي وتكلم الحارث المحاسبي في شيء من الكلام والصفات فهجره أحمد بن حنبل فاختفى إلى أن مات قال المصنف وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال حذروا من الحارث أشد التحذير الحارث أصل البلية يعني في حوادث كلام جهم ذك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم ما زال مأوى أصحاب الكلام حارث بمنزلة الأسد المرابط انظر أي يوم يثب على النفس فصل قال المصنف وقد كان عوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة وإنما لبس الشيطان عليهم لقلة ألمهم عن أبي سليمان الدار عنه قال ربما تقع في نفس النكتة من نكة القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة حاشية البداية والنهاية لابن كثير في الجزء العاشر الصفحة الخامسة والخمسين بعد المائتين انتهت الحاشية وعن أبي يزيد قال لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود حاشية البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الحادي عشر في الصفحة الخامسة والثلاثين انتهت وعن أبي يزيد البستامي قال حاشية طيفور بن عيسى بن علي أحد مشيخ الصوفية البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الخامسة والثلاثون وانتهت الحاشية وعن أبي يزيد البستامي قال من ترك قراءة القرآن والتقشف ولزوم الجماعة وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مبتبع وعن عبد الحميد الحذلي قال سمعت سرية يقول من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط وعن الجنيب أنه قال مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة وقال أيضا علمنا منوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولن يتفقه لا يقتدى به وقال أيضا ما أخذنا تصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات لأن تصوف من صفاء المعاملة مع الله سبحانه وتعالى وعصله التفرق عن الدنيا كما قال حارثة عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وعظمأت نهاري حاشية المراد أنه ليلة قائم يعبد الله ونهارة صائم عن الطعام والشراب وقبيح الأفعال انتهت الحاشية وعن أبي بكر الشفاف من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن وقال الحسين النوري لبعض أصحابه من رأيته يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد ألم الشرع فلا تقرب أنه ومن رأيته يدعي حالة لا يدل عليها دليل ولا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه وعن الجريري قال حاشية أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد أحد أئمة الصوفية صاحب سريا السقطي وكان الجنيد يكرمه ويحترمه وقد اشتبه على الجريري هذا شأن الحلاج فكان ممن أجمل القول فيه على أن الجريري هذا مذكور بالصلاح والديانة وحسن الأدب توفي سنة 11 و300 البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الثامنة والأربعون والمئة وانتهت عن الجريري قال أمرنا هذا كله مجموع على فضل واحد هو أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما وعن أبي جعفر قال من لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة ولم يتهم خاطرة فلا تعده في ديوان الرجال فصل قال المصنف وإذ قد ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم عن العلم فإن كان هذا صحيحا عنهم توجه الرد عليهم إذ لا محابات في الحق وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول وذلك المذهب من أي شخص صدر فأما المشبهون بالقوم وليس منهم فأغلاطهم كثيرة ونحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل حاشية الدخل الفساد والعيب والريبة امتهت الحاشية وما علينا من القائل والفاعل وإنما نؤدي بذلك أمنة العلم وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط والاعتبار بقول جاهل يقول كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به لأن القيادة إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله واعلم أن من نظر إلى تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر عنه كان كمن ينظر إلى ما جرى على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه فادعى فيه الإلهية ولو نظر إليه وأنه لا يقوم إلا بالطعام لم يعطيه إلا ما يستحقه وعيحي بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث فقالوا جميعا يبين أمره وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يمدح الرجل ويبالغه ثم يذكر غلطه في الشيء بعد الشيء وقال نعم الرجل فلان لولا أن خلة فيه وقال عن سري السقط الشيخ المعروف بطيب المطعم ثم حكي له عنه أنه قال إن الله عز وجل لما خلق الحروف سجدت الباء فقال نفروا الناس عنه سياق ما يروع عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد ذكر تلبيس إبليس في السماع وغيره عن أبي عبد الله الرملي قال تكلم أبو حمزة في جامع ترسوس فقبلوه فبينما هو ذات يوم يتكلم إذ صاح غراب على سطح الجامع فزعق أبو حمزة وقال لبيك لبيك فنسبوه إلى الزندقة وقالوا حلولي زنديق وبيع فرسه بالمنادات على ذاب الجامع هذا فرس الزنديق حاشية أبو نعيم في حية الأولياء الجزء العاشر أصفحة الحادية والعشرون والثلاثمائة انتهت وبإثناد إلى أبي بكر الفرغاني أنه قال كان أبو حمزة إذا سمع شيئا يقول لبيك لبيك فأطلقوا عليه أنه حلولي ثم قال أبو علي وإنما جعله داعيا من الحق أيقظه للذكر وعن أبي علي الروذ باري قال حاشية محمد بن أحمد بن القاسم قيل اسمه أحمد بن محمد ويقال الحسين بن الهمام والصحيح الأول أصله من بغداد وسكن مصر كان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتبة صحب الجنيدة وسمع الحديث وحفظ منه كثيرا وتفقها بإبراهيم الحربي أخذ النحو عن فعلب كان كثير الصدقة والبر للفقراء قال أبو نعيم سئل أبو علي عمن يسمع الملاه ويقول إنه وصل إلى منزله لا يؤثر فيه اختلاف الأحوال فقال نعم وصل ولكن إلى سقر وكانت وفاته في مصر سنة 223 البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الثمانون والمئة والحادية والثمانون بعد المئة حلية الأولياء الجزء العاشر صفحة السادسة والخمسون والثلاثمائة والثابعة والخمسون والثلاثمائة وانتهت الحاشية وعن أبي علي الروثباري قال أطلق على أبي حمزة أنه حلولي وذلك أنه كان إذا سمع صوتا مثل هبوب الرياح وخريب الماء وصياح الطيور كان يصيح ويقول لبيك لبيك فرموه بالحلول قال السراج وبلغني عن أبي حمزة أنه دخل دار الحارث المحاسبي فصاحت الشاه ناع فشهق أبو حمزة شهقة وقال لبيك يا سيدي فغضب الحارث المحاسبي وعمد إلى سكين وقال إن لم تتب من هذا الذي أنت فيه أذبحك قال أبو حمزة إذا أنت لم تحسن تسمع هذا الذي أنا فيه فلما تأكل النخالة بالرماد حاشية النخالة والنخالة ما بقي من الشيء بعد نخله والرماد ما تخلف من احتراق المواد انتهت الحاشية وقال السراج وأنكر جماعة من العلماء على أبي سعيد أحمد بن عيسى الخراز حاشية أحد مشاهير الصوفية بالعبادة والمجاهدة والورع والمراقبة له تصانيث في ذلك وله كرامات وأحوال وصبر على الشدائب وروا عن إبراهيم بن بشار صاحب إبراهيم بن أدهم وغيره روا عنه علي بن محمد المصري وجماعة ومن جيده كلامه إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتبوا الله بدموعهم وقال كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل وكانت وفاته سنة سبع وسبعين ومئتين وقيل سنة سبع واربعين ومئتين وقيل ست وثمانين ومئتين والأول أصح البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الثامنة والخمسون حية الأولياء الجزء العاشر الصفحة السادسة والاربعون والمئتين إلى التاسعة والاربعين بعد المئتين انتهت أنكر جماعة من العلماء على أبي سعيد أحمد بن عيسى الخراز ونسبوه إلى الكفر بألفاظ وجدوها في كتاب صنفه وهو كتاب السر ومنه قوله عبد طائع ما أذن له فلازمت تعظيم لله فقدس الله نفسه قال وأبو العباس أحمد بن عطاء نسب إلى الكفر والزندقة قال وكم من مرة قد أخذ الجنيد مع علمه وشهد عليه بالكفر والزندقة وكذلك أكثرهم وقال السراج ذكر عن أبي بكرة محمد بن موسى الفرغاني الواسطي أنه قال من ذكر افترى ومن صبر اجترى وإياك أن تلاحظ حبيبا أو كليما أو خليلا وأنت تجد إلى ملاحظة الحق سبيلا فقيل له أولا أصلي عليهم قال صلي عليهم بلا وقار ولا تجعل لها في قلبك مقدار قال السراج وبلغني أن جماعة من الحلوليين زعموا أن الحق عز وجل اصطفى أجساما حل فيها بمعاني الربوبية وأزال عنها معاني البشرية ومنهم من قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات ومنهم من قال حال في المستحسنات قال وبلغني عن جماعة من أهل الشام أنهم يدعون الرؤية بالقلوب في الدنيا كالرؤية بالعيان في الآخرة قال السراج وبلغني أن أبا الحسين النوري شهد عليه غلام الخليل أنه سمعه يقول أنا أعشق الله عز وجل وهو يعشقني فقال النوري سمعت الله يقول يحبهم ويحبونه المائدة الرابعة والخمسون وليس العشق بأكثر من المحبة قال القاضي أبو يعلى وقد ذهبت الحلولية إلى أن الله عز وجل يعشق قال المصنف وهذا جهل من ثلاثة أوجه أحدها من حيث الاسم فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما ينكح والثاني أن صفات الله عز وجل منقولة فهو يحب ولا يقال يعشق كما يقال يعلم ولا يقال يعرف والثالث من أين له أن الله تعالى يحبه فهذه دعوة بلا دليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إني في الجنة فهو في النار حاشية ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من قول يحيى بن كثير وسنده ضعيف انظر الطبراني في المعجم الصغير برقم تسعة وستين ومئة والسخاوي في المقاصد الحسنة في صفحة الثالثة والعشرين بعد الأربعمائة والعجلوني في كشف الخفاء في صفحة السابعة والخمسين والخمسمائة بعد الألفين وانتهت الحاشية وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال حكي عن عمر المكي أنه قال كنت أماشي الحسين بن منصور في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع قراءتي فقال يمكنني أن أقول مثل هذا ففارقته وعن محمد بن يحلي الرازي قال سمعت عمر بن عثمان يلعن الحلاج ويقول لن قدرت عليه لقتلته بيدي فقلت بأي شيء وجد عليه الشيخ حاشية وجد فلان وجد حزن ووجد عليه غضب انتهت فقال قرأت آية من كتاب الله عز وجل فقال يمكنني أن أقول أو أؤلف مثله وأتكلم به حاشية البداية والنهاية لابن كثير في ترجمته للحلاج في اللزء الحادي عشر في الصفحة الخامسة والثلاثين والمئة انتهت الحاشية وعن أبي بكر ابن ممشاذ قال حضر عندنا بالدينور رجل ومعه مخلاه فما كان يفارقها لا بالليل ولا بالنهار حاشية الدينور مدينة من أعمال الجبل بينها وبينها مذان نيف وعشرون فرسخة وهي كثيرة الثمار والزروع ينسب إليها جماعة كثيرة من أهل الأدب والحديث معجم البلدان الجزء الرابع صفحة الثامنة والثمانون والمئة والتاسعة والثمانون والمئة انتهت الحاشية ففتشوا المخلاه فوجدوا فيها كتابة للحلاج عنوانه من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان فوجه إلى بغداد فأحضر وعرض عليه فقال هذا خطي وأنا كتبته فقالوا كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الربوبية فقال ما أدعي الربوبية ولكن هذا عين الجمع عندنا هل الكاتب إلا الله واليد فيه آله فقيل له هل معك أحد فقال نعم ابن عطاء وأبو محمد الجريري وأبو بكر الشبلي وأبو محمد الجريري يتستر والشبلي يتستر فإن كان فابن عطاء فأحضر الجريري وسئل فقال قائل هذا كافر يقتل من يقول هذا وسئل الشبلي فقال من يقول هذا يمنع وسئل ابن عطاء عن مقالة الحجاج فقال بمقالته وكان سبب قتله حاشيه أحد مشايخ الصوفية اختلفوا في اسمه على أقوال هذا هو الشبلي فقيل دولف بن جعفر ويقال دولف بن جحدر وقيل جعفر بن يونس أصله من قرية يقال لها شبلة من بلاد خراسان وولد بسامر وكان خاله نائب الإسكندرية وكان التوبة الشبلي على يدي خير النساج سامعه يعظ فوقع في قلبه كلامه فتذا من فوره ثم صاحب الفقراء والمشايخ ثم صار من أئمة القوم كانت وفاته سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وله سبع وثمانون سنة ودفن في مقبرة الخيزران ببغداد البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الخامسة عشر بعد المائتين والسادسة عشر بعد المائتين وانتهت الحاشية وسئل ابن عطاء حاشية أحمد بن محمد بن عطاء الأدبي حدث عن يوسف القطان والمفضل ابن زياد وغيرهما وقد كان موافقا للحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله وكان أبو العباس يقرأ في كل يوم ختمة فإذا كان في شهر رمضان قرأ ثلاث ختمات في كل يوم وليلة وهذا الرجل ممن كان اشتبه عليه أمر الحلاج وأظهر موافقته فعقب مات سنة تسع وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الرابعة والأربعون والمائة انتهى وسئل ابن عطاء عن مقالة الحجاج فقال بمقالته وكان سبب قتله حاشية ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الثامنة والثلاثون والمائة انتهى وسئل أبو عبد الله ابن خفيف عن معنى هذه الأبيات سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته الثاقب ثم بدأ في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب فقال الشيخ على قائله لعنة الله حاشية البداية والنهاية لابن كثير الجزء الحادي عشر الصفحة الرابعة والثلاثون والمائة وهو يشير إلى هذه الأبيات والتي مطلعها سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته الثاقب وانتهت الحاشية قال عيسى بن فورك هذا شعر الحسين بن منصور قال إن كان هذا اعتقاده فهو كافر إلا أنه ربما يكون متقولا عليه وعن أبي القاسب اسماعيل بن محمد بن زنجي عن أبيه أن بنت السمري أدخلت على حامد الوزير فسألها عن الحلاج حاشية الحسين بن منصور بن محمد الحلاج أبو مغيث كان جده مجوسيا من فارس صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية كالجنيد والنوري والمكي وقد نفاه أكثرهم وقبله بعضهم والذين نفوه نسبوه إلى الشعبذة في فعله والزندقة في عقيدته ولم يزل الناس مختلفين في أمره فأما الفقهاء فقد حكي إجماعهم على قتله لقوله بالحلول والابتحاد فصار من أهل لنحراف وننحلال ومن الصوفية من اغتر به لشاره وحلو منطقه وقد قتل مصلوبا سنة تسع وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الثانية والثلاثون والمئة إلى الرابعة والأربعين بعد المئة وانتهت الحاشية فقالت بنت السمري حملني أبي إليه فقال قد زوجتك من ابني سليمان وهو مقيم بني سابور فمتى جرى شيء تنكرينه من جهته فصومي يومك واصعبي في آخر النهار إلى السطح وقومي على الرماد وجعلي شطرك عليه وعلى ملح جريش واستقبليني بوجهك واذكري لي ما أنكرتيه منه فإني أسمع وأرى قالت وكنت ليلة نائمة في السطح فأحسست به قد غشيني فانتبهت مذعوره لما كان منه فقال إنما جئتك لأوقذك للصلاة فلما نزلنا قالت ابنته اسجدي له فقلت أو يسجد أحد لغير الله فسمع كلامي فقال نعم إله في السماء وإله في الأرض قال المصنف اتفق علماء العصر على إذاحة دم الحلاج فأول من قال إنه حلال الدم أبو عمر القاضي ووافقه العلماء وإنما سكت عنه أبو العباس سريج قال وقال لا أدري ما يقول والإجماع دليل معصوم من الخطأ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة كلكم حاشية حسن ابن أبي عاصم في السنة عن كعب بن عاصم وأنس بن مالك برقم 82 83 92 السلسلة الصحيحة للألباني برقم 31 و300 بعد الألف انتهت الحاشية وعن أبي بكر محمد بن داود الفقيه الأصبهاني يقول إن كان الله ما أنزل عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم حقا فما يقول الحلاج باطلا وكان شديدا عليه حاشية الفقيه بن الفقيه الظاهري كان عالما بارع أديبا شاعرا فقيها ناهرا له كتاب الزهرة اشتغل على أبيه وتبعه في مذهبه ومسلكه وكان أبوه يحبه ويقربه ويدنيه قال ابن الجوزي وقد ابتلي بحب صبي فاستعمل العفاف والدين في حبه ولم يزل ذلك دأبه فيه حتى كان سبب عفاته في ذلك وقد قيل عنه إنه كان يبيح العشق بشرط العفاف وكانت عفاته سنة 97 ومئتين في شهر رمضان البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة العاشرة والمئة والحادية عشرة والمئة وهذا في البداية والنهاية لابن كثير كذلك في الجزء الحادي عشر في صفحة التاسعة والثلاثين والمئة انتهت الحاشية قال المصنف وقد تعصب للحلاج جماعة من الصوفية جهلا منهم وقلة مبالاه بإجماع الفقهاء عن إبراهيم بن محمد النصر أباذي كان يقول إن كان بعد النبيين والصديقين مواحد فهو الحلاج حاشية البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الحادي عشر في الصفحة الثانية والثلاثين والمئة انتهت قلت وعلى هذا أكثر قصة في زماننا وصوفية وقتنا جهلا من الكل بالشرع وبعد عن معرفة النقل وقد جمعت في أخبار حجاج كتابا بينت فيه حياله ومخاريقه وما قال العلماء فيه والله المعين على قمع الجهال وعن أبي معين الحافظ قال سمعت عمر البنة البغدادي بمكة يحكي أنه لما كانت محنة غلام الخليل ونسبة الصوفية إلى الزندقة أمر الخليفة بالقبض عليهم فأخذ النوري في جماعة فأدخل على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم فتقدم النوري مبتدرا إلى السياف ليضرب عنقه فقال له السياف ما دعاك إلى البدار قال آثرت حياة أصحابي على حياتي هذه اللحظة فتوقف السياف فرفع الأمر إلى الخليفة فرد أمرهم إلى قاضي القضاء اسماعيل بن إسحاق فأمر بتخليتهم حاشية البداية والنهاية لابن كثير اللزء الحادي عشر صفحة الثانية والثلاثون والمئة والمقصود ما الذي دعاك إلى البدء لنفسك دون أصحابك انتهت الحاشية وعن أبي العباس أحمد بن عطاء قال كان يسعى بالصوفية ببغداد غلام الخليل إلى الخليفة حاشية أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء اللزء العاشر الصفحة الخمسون والمئتان والحاديث والخمسون بعد المئتين انتهى فقال ها هنا قوم زنادقة فأخذ أبو الحسين النوري وأبو حمزة الصوفي وأبو بكر الدقاق وجماعهم من أقران هؤلاء واستتر الجناد بن محمد بالفقه على مذهب أبي ثور فأدخلوا إلى الخليفة فأمر بضرب أعناقهم فأول من بدر أبو الحسين النوري فقال له السياف لما بادرت أنت من بين أصحابك ولم ترع قال أحذبت أن أوثر أصحابي بالحياة مقدار هذه الساعة فرد الخليفة أمرهم إلى القاضي فأطلقوا حاشية أبو الحسين أحد أئمة الصوفية اسمه أحمد بن محمد ويقال محمد بن محمد والأول أصح ويعرف بابن البغوي أصله من خراسان وحدث عن سري السقطي ثم صار من أكابر أئمة القوم توفي سنة 95 و200 في مسجد وهو مقنع فلم يعلم به أحد إلا بعد أربعة أيام البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة السادسة بعد المئة وانتهت الحاشية قال المصنف ومن أسباب هذه القصة قول النوري أنا أعشق الله والله يعشقني فشهد عليه بهذا ثم تقدم النوري إلى السياف ليقتل عانه على نفسه فهو خطأ أيضا وعن الرقي قال كان لنا بيت ضيافة فجاءنا فقير عليه خرقتان يكنى بأبي سليمان فقال الضيافة فقلت لابني امضي به إلى البيت فأقام عندنا تسعة أيام فأكل في كل ثلاثة أيام أكله فسمته المقام فقال الضيافة ثلاثة أيام فقلت له لا تقطع عنا أخبارك حاشية السمت المذهب والطريق الواضح والهيئة انتهت الحاشية فغاب عنا اثنتي عشرة سنة ثم قدم فقلت من أين فقال رأيت شيخا يقال له أبو شعيب المقفع مبتلى فأقمت عنده أخدمه سنة فوقع في نفسي أن أسأله أي شيء كان أصل بلائه فلما دنوت منه ابتدأني قبل أن أسأله فقال وما سؤالك عما لا يعنيك فصبرت حتى تم لي ثلاث سنين فقال في الثالثة لا بد لك فقلت له إن رأيت فقال بينما أنا أصلي بالليل إذ لاح لي من المحراب نور فقلت اخسأ يا ملعون فإن ربي عز وجل غني عن أن يبرز للخلق ثلاث مرات قال ثم سمعت نداء من المحراب يا أبا شعيب فقلت لبيك فقال تحب أن أقبضك في وقتك أو نجازيك على ما مضى لك أو نبتليك ببلاء نرفعك به في عليين فاخترت البلاء فسقطت عيناي ويدايا ورجلاي انتهى الشريط الثالث عشر من كتاب تلبيس إبليس وله بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب تلبيس إبليس نوصل الحديث حول قصة الفقير المتصوف المكنى أبي سليمان عن الرقي قال كان لنا بيت ضيافة فجاءنا فقير عليه خرقتان يكنى بأبي سليمان فقال الضيافة فقلت لابني انضي به إلى البيت فأقام عندنا تسعة أيام فأكل في كل ثلاثة أيام أكله فسمته المقام فقال الضيافة ثلاثة أيام فقلت له لا تقطع عنا أخبارك فغاب عنا اثنتين عشرة سنة ثم قدم فقلت من أين فقال رأيت شيخا يقال له أبو شعيب المقفع مبتلى فأقامت عنده أخدمه سنة فوقع في نفسي أن أسأله أي شيء كان أصل بلائه فلما دنوت منه ابتدأني قبل أن أسأله فقال وما سؤالك عما لا يعنيك فصبرت حتى تم لي ثلاث سنين فقال في الثالثة لا بد لك فقلت له إن رأيت فقال بينما أنا أصلي بالليل إذ لاح لي من المحراب نور فقلت اخثأ يا ملعون فإن ربي عز وجل غني عن أن يبرز للخلق ثلاث مرات قال ثم سمعت نداء من المحراب يا أبا شعيب فقلت لبيك فقال تحب أن أقبضك في وقتك أو نجازيك على ما مضى لك أو أن نبتليك ببلاء نرفعك به في أليين فاخترت البلاء فسقطت عيناي ويداي ورجلي قال فمكفت أخدمه تمام سنة عشرة سنة فقال يوما من الأيام ادنني فدنوت منه فسمعت أعضاءه يخاطب بعضها بعضا حتى برزت أعضاؤه كلها بين يديه وهو يسبح ويقدس ثم مات قال المصنف وهذه الحكاية توهم أن الله رأى أن الرجل رأى الله عز وجل فلما أنكر عقب وقد ذكرنا أن قوما يقولون إن الله عز وجل يرى في الدنيا وقد حكى أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب المقالات حاشية الكعبي المتكلم نسبة إلى بني كعب أحد مشايخ المعتزلة وتنسب إليه الطائفة الكعبية منهم قال ابن خلكان كان من كبار المتكلمين وله اختيارات في علم الكلام من ذلك أنه كان يزعم أن أفعال الله تقع بالاختيار منه ولا مشيئة وهو في ذلك مخالف للنص القرآني في غير ما موضع قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال ولو شاء ربك ما فعلوه وغيرها مما هو معلوم بالضرورة وصريح العقل والنقل كانت وفاته سنة سبع عشر وثلاثمائة للهجرة البداية والنهاية اللزء الحادي عشر الصفحة الرابعة والستون والمئة وانتهت الحاشية وقد حكى أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب المقالات قال قد حكى قوم من المشبهة أنهم يجيزون رؤية الله تعالى في الأبصار في الدنيا وأنهم لا ينكرون أن يكون بعض من تلقاهم في السكك وأن قوما يجيزون مع ذلك مصافحته وملازمته وملامسته ويدعون أنهم يزورونه ويزورهم وهم يسمون بالعراق أصحاب الباطن وأصحاب الوساوس وأصحاب الخطرات قال المصنف وهذا فوق القبيح نعوذ بالله من الخذلان ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة قال المصنف قد ذكرنا تلبيسه على العباد في الطهارة إلا أنه قد زاد في حق الصوفية على الحد فقوى وساوسهم في استعمال الماء الكثير حتى بلغني أن ابن عقيل دخل رباطا فتوضع فضحكوا لقلة استعماله الماء وما علموا أن من أسبغ الوضوء برطل من الماء كفاه وبلغنا عن أبي حامد الشيرازي أنه قال لفقير من أين تتوضع فقال من النهر بي وسوسة في الطهارة قال كان عهدي بالصوفية يسخرون من الشيطان والآن يسخر بهم الشيطان ومن من يمشي بالمداس على البواري حاشية المداس ضرب من الأحذية والجمع أمدسة والبواري مفردها البارياء والباري هو الحصير فارسي معرب انتهت الحاشية وهذا لا بأس به إلا أنه ربما نظر المبتدي إلى من يقتدي به فيظن ذلك شريعة وما كان خيار السلف على هذا والعجب مما يبالغ في الاحتراز إلى هذا الحد متصفا بتنظيف ظاهره وباطله محشو بالوثخ والكدر والله الموفق ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة قال المصنف وقد ذكرنا تلبيسه على العباد في الصلاة وهو بذلك يلبس على الصوفية ويزيد وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن من سنتهم التي ينفردون بها وينتسبون إليها صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة واحتج عليه بحديث ثمامة ابن أثال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين أسلم أن يغتسل حاشية صحيح البخاري في الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم اللزو الأول الصفحة الثانية والستون وستمائة باب دخول المشرك المسجد في الجزء الأول في الصفحة السابعة والستين بعد الستمائة انتهت قال المصنف وما أقبح بالجاهل إذا تعاطع ما ليس من شغله فإن ثمامة كان كافرا فأسلم وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل في مذهب جماعة من الفقهاء منهم أحمد بن حنبل وأما صلاة ركعتين فما أمر بها أحد من العلماء لمن أسلم وليس في حديث ثمامة ذك صلاة فيقاس عليه وهل هذا إلا ابتداع في الواقع سموه سنة ثم من أقبح الأشياء قوله إن الصوفية ينفردون بسنن لأنها إن كانت منثوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم فيها سواء والفقهاء أعرفوا بها فما وجه انفراد الصوفية بها وإن كانت بآرائهم فإنما انفردوا بها لأنهم اخترعوها ذكر تلبيث إبليس على الصوفية في المساكن قال المصنف أما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعبد وهؤلاء إن صح قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه أحدها أنهم افتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد والثاني أنهم جعلوا للمساجد نظيرا يقلل جمعها والثالث أنهم أساتوا أنفسهم نقل الخطى إلى المساجد والرابع أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة والخامس أنهم تعذبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح والسادس أنهم جعلوا لأنفسهم علما ينطق بأنهم زهاد فيجب ذلك زيارتهم وتبرك بهم وإن كان قصدهم غير صحيح فإنهم قد بنوا دكاكين للكوبة ومناخا للبطالة وأعلاما لإظهار الزهد حاشية الكوبة آلة الموسيقية تشبه العود والنرد أو الشطرانج وهي مولدة انتهت الحاشية وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش متشاغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون من عطاء ماكس وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة وعقفوا عليها الأموال الخبيثة وقد لبس عليهم إبليس أن ما يصل إليكم رزقكم فأسقطوا عن أنفسكم كلفة الورع فمهمتهم دوران المطبخ والطعام والماء المبرد فأين جوع بشر وأين ورع سري حاشية المقصود بشر ابن الحارس المعروف بالحافي والسري السقطي وقد سبقت ترجمتهما انتهت الحاشية وأين جد اليونيد وهؤلاء أكثر زمانهم ينقضي في التفكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا فإذا أفلح أحدهم أدخل رأسه في زرمانقته فغلبت عليه السوداء فيقول حدثني قلبي عن ربي ولقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن في رباط فمنعوه وأن قوما قرأوا الحديث في رباط فقالوا لهم ليس هذا موضع والله الموفق ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها كان إبليس يلبس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد فيريهم عيب المال ويخوفهم من شره فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط الفقر وكانت مقاصدهم صالحة وأفعالهم في ذلك خطأ لقلة العلم أما الآن فقد كفي إبليس هذه المؤونة فإن أحدهم إذا كان له مال أنفقه تبذيرا وضياعا عن أبي نصر الطوصي قال سمعت جماعة من مشايخ الري يقولون ورث أبو عبد الله المقري من أبيه خمسين ألف دينار سوى الضياع والعقار فخرج عن ذلك كله وأنفقه على الفقراء وقد روي مثل هذا عن جماعة كثيرة وهذا الفعل لا ألوم صاحبه إذا كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه أو إن كانت له صناعة يستغني بها عن الناس أو كان المال عن شبهة فتصدق به فأما إذا أخرج المال الحلال كله ثم احتاج إلى ما في أيدي الناس وأفقر عياله فهو إما أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقاتهم أو أن يأخذ من أرباب الظلم والشبهات فهذا هو الفعل المذنوم المنهي عنه ولست أتعجم من المتزهدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم وإنما العجب من أقوام لهم عقل وعلم كيف حثوا على هذا وأمروا به مع مصادمته للعقل والشرع وقد ذكر الحارث المحاسبي في هذا كلاما طويل وإشده أبو حامد الغزالي ونصره والحارث عندي أعذر من أبي حامد لأن أبا حامد كان أسقه غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه فمن كلام الحارث المحاسبي في هذا أنه قال أيها المفتون متى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه فقد أزريت بمحمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين وزعمت أن محمد صلى الله عليه وسلم لم ينصح الأمة إذ نهاهم عن جمع المال وقد علم أن جمعه خير لهم وزعمت أن الله لم ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال وقد علم أن جمعه خير لهم وما ينفعك لاحتجاج بمال الصحابة ود بن عوف في القيامة أن لو لم يؤت من الدنيا إلا قوت قال ولقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك قال كعب سبحان الله وما تخافون على عبد الرحمن كسب طيبا وأنفق طيبا كسب طيبا وأنفق طيبا فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضبا يريد كعب فمر بلحة بعير فأخذه بيده ثم انطلق يطلب كعب فقيل لكعب إن أبا ذر يطلبك فخرج هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر فأقبل أبو ذر يقتص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هاربا من أبي ذر فقال له أبو ذر هي هي ابن اليهودية تجعم أنه لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وكذا وهكذا ثم قال يا أبا ذر وأنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد هذا وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال بقولك فلم يرد عليه حرفا حتى خرج حاشية اللحاء العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لحي واللحي منبت اللحية من الإنسان وغيره والجمع الحن واللحي ولحاء الحديث صحيح البخاري في الاستقراض باب أداء الديون الجزء الخامس الصفحة السابعة والستون مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة الصفحة الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون هذا من إحياء علوم الدين الغزالية حيث قال العراقي بها مشه معلقة حديث أبي ذر متفق عليه دون الزيادة التي في أوله من قول كعب حين مات عبد الرحمن ابن عوف كسب طيبا وترك طيبا وإنكار أبي ذر عليه فلم أقف على هذه الزيادة إلا في قول الحارث المحاسبي وقد رواها أحمد في الجزء الأول صفحة الثالثة والستين وأبو يعلى أغفر من هذا وفيه ابن الهيعة في الجزء الثالث صفحة الستين بعد المائتين وابن الهيعة صدوق من السابعة اختلط بعد احتراق كتبه كان البخاري لا يراه شيئا وقال يحيب ابن معين ليس بقوي في الحديث وقال ضعيف وقال لا يحتج بحديثه التقريب الجزء الأول صفحة الرابعة والأربعون والأربعمائة الضعفاء الكبير للعقيلي في الصفحة السابعة والستين بعد الثمانمائة انتهت الحاشية قال الحارث فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف في عرصة القيامة بسبب مال كثبه من حلال للتعفف ولصناء المعروف فيمنع من السعر إلى الجنة مع فقراء المهاجرين وصار يحبو في آثارهم حبوة حاشية حب الصبي حبوة زحف وحب البعير ونحوه بارك وزحف من الإعياء أو كان معقولا فزحف انتهت الحاشية وقد كان الصحابة رضي الله عنه إذا لم يكن عندهم شيء فرح وأنت تدخر المال وتجمعه خوفا من الفقر عزي مستمع لازلت والي قراءة كلام الحارث المحاسبي وأنت تدخر المال وتجمعه خوفا من الفقر وذلك من سوء الظن بالله وقلة اليقين بضمانه وكفى به إثما وعسك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهرتها ولذاتها وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسف على دنيا فاتته قرب من النار مثيرة سنة حاشية ضعيف السيطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة السبعون والمئة ضعيف الجامع للألباني برقم واحد وعشرين وأربعمائة بعد خمسة الآلاف انتهت وأنت تأسف على ما فاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله عز وجل ويحك هل تجد في دهرك من الحلال كما وجدت الصحابة وأين الحلال فتجمعه ويحك إني لك ناصح أرى لك أنك تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر فقد سئل بعض أهل العلم عن الرجل يجمع المال لأعمال البر فقال تركه أضر منه وبلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحدهما طلب الدنيا حلالة فأصابها فوصل بها رحمة وأقدم منها لنفسه والآخر جانبها ولم يطلبها ولم يبذلها فأيهما أفضل فقال بعيد الله ما بينهما الذي جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاربها حاشية انظر إحياء علوم الدين الغزالي باب غيان ذنب الغنى ومدح الفقر من كتاب ذنب البخل وذنب حب المال حيث نقل كلام الحارث المحاسبي في ذنب المال وجمعه في الجزء الثالث صفحة الثامنة والخمسين بعد المائتين إلى الرابعة وستين بعد المائتين انتهت قال المصنف فهذا كله كلام الحارث المحاسبي ذكره أبو حامد وشياده وقواه بحديث ثعلبة حاشية حديث ثعلبة بن حاطب يذكر كسبب في نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله باخلوا به وتولوا وهم مارضون التوبة من الخامسة والسبعين إلى السابعة والسبعين ومفاده أن فعلبة طلب من النبي أن يدعو الله أن يكثر له ماله فلما كثر ماله ترك صلاة الجمعة ولم يؤدي الزكاة وقال إنها أختي الجزية فنزلت الآية لذا لم يقبل النبي زكاته بعد ندمه وكذلك لم يقبلها أبو بكر وعمر والحديث مع شهرته وتداوله على الألسنة فإن إسناده ضعيف جدا فيه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائب علي بن يزيد الألهاني وهو متروك وقال العراقي بهامش الإحياء أطبرني بسند ضعيف لمزيد من التفصيل انظر إحياء علوم الدين في الجزء الثالث في صفحة الخامسة وستين بعد المائتين والشادثة وستين بعد المائتين مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون لباب المنقول في أسباب النزول للثيوطي في صفحة السابعة والتسعين أسباب النزول للواحدي في صفحة التاسعة والثمانين والمئة إلى الحادية والتسعين والمئة الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل ابن هادي الوادعي في صفحة التاسعة والعاشرة وانتهت الحاشية قال المصنف فهذا كله كلام الحارث المحاسبي ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة فإنه أعطي المال فمنع الزكاة قال أبو حامد فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صلف إلى الخيرات إذ أقل ما فيه اشتغالهم بإصلاحه عن ذكر الله عز وجل فينبه للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته فما بقي له ذره يلتفت إليه قلبه فهو محذوب عن الله عز وجل قال المصنف وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد بالمال فصل في رد هذا الكلام أما شرف المال فإن الله عز وجل عظم قدره وأمر بحفظه إذ جعله قواما للآدمي الشريف فهو شريف فقال تعالى وَلَا تُؤْتُسُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا النساء الخامسة ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال فإن آنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم النساء السادسة وقد صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غناء الجزء الثالث الصفحة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة وفي مواضع أخرى ومسلم في الأقبية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة صفحة الرابعة عشرة وانتهت وقال لسعد لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس حاشية صحيح البخاري في الجنائز باب رساء النبي سعد بن خولة الجزء الثالث الصفحة الثالثة والتسعون والمئة ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث من الصفحة الخامسة إلى العاشرة وانتهت الحاشية وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر حاشية صحيح ابن ماجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفحة الرابعة والتسعون أحمد في المسند اللزء الثاني صفحة الثالثة والخمسون والمئتان وصفحة السادسة والستون بعد ثلاثمائة صحيح الجامع للألباني برقم ثمانية وثمانمائة بعد خمسة الآلاف وانتهت الحاشية وعن عمر بن العاص قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني فأتيته فقال إن يريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام فقال يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح حاشية صحيح أحمد في المسند اللذو الرابع الصفحة السابعة وتسعون والمئة والتبريزي في المشكاة برقم سكة وخمسين وسبعمائة بعد ثلاثة الآلاف وانتهت الحاشية والحديث بإسناد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بكل خير وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له حاشية صحيح البخاري في الدعوات باب دعوة النبي لخادمه وباب الدعاء بكثرة المال وباب الدعاء بكثرة الولد الجزو الحادي عشر صفحة التاسعة والأربعون والمئة والسادسة والثمانون والمئة مسلم في فضائر الصحابة باب من فضائر أنس بن مالك الصفحة الحادية والأربعون والمئة إلى الرابعة والأربعين والمئة وانتهت الحاشية وعن عبيد بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديث توبته قال فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أمسك بعض مالك فهو خير لك حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غناء الجزو الثالث صفحة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمئة مسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم ثلاثة وخمسين انتهت قال المصنف فهذه الأحاديث مخرجة في الصحاح وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة وأن حبسه يناف التوكل ولا ينكر أنه يخاف من فتنته وأن خلقا كثيرا لتنبوه لخوف ذلك وأن جنعه من وجهه يعز وسلامة القلب من الافتتان به يبعد واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر ولهذا خيف فتنته فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه حاشية البلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها انتهى وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظرنا في مقصوده فإن قصد نفس المفاخرة والمباهى فلئس المقصود وإن قصد يعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده وكان جمعه بهذه نية أفضل من كثير من الطاعة وقد كان نيات خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه فحرصوا عليه وسألوا زيادته وبإسناد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال لها ثرثر فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت حاشية صحيح أبو داود في الخراج والإمارة باب في إقطاع الأراضي برقم 72 وثلاثة آلاث والتبريزي في مشكاة المصابيح برقم 98 وتسعمائة بعد الألفين والحضر عدو ذو وثب انتهت الحاشية وكان سعد بن عبادة يدعو فيقول اللهم وسع عليه قال المصنف وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له بنوه ونزداد كيل بعير يوسف الخامسة والستون مال إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين معهم وأن شعيبا طمع في زيادة ما يناله فقال فإن أتممت عشرا فمن عندك القصص السابعة والعشرون وأن أيوب عليه السلام لما عوفي نثر عليه رجل جراد من ذهب فأخذ يحثو في ثوبه يستكثر منه فقيل له أما شبعت قال يا ربي من يشبع من فضلك وهذا أمر مركوز في الطباع فإذا قصد به الخير كان خيرا محضى حاشية صحيح البخاري في الغسل باب من اغتثل عريانا وحده في الخلوة الجزء الأول الصفحة الستون والأربعمائة وفي الأنبياء باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه الأنبياء الثالثة والثمانون وفي التوحيد باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله الجزء السادس الصفحة الرابعة والثمانون والأربعمائة والجزء الثالث عشر الصفحة الثانية والسبعون والأربعمائة والثالثة والسبعون والأربعمائة ورجل جراد أي جماعة جراد والجراد اسم جنع واحدته جرادة وانتهت الحاشية انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في المال وأما كلام المحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم وقوله إن الله عز وجل نهى عباده عن جمع المال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن جمع المال فهذا محال إنما النهي عن سوء القصد بالجمع أو عن جمعه من غير حله وما ذكره من حديث كعب وأبي ذر فمحال من وضع الجهال وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم حاشية أي ألحق أبا حامد الغزالي بالمتصوفة انتهت الحاشية وقد رؤي بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت وعن أبي ذر أنه جاء يستأذن على عثمان فأذن له وبيده عصى فقال عثمان يا كعب إن عبد الرحمن توفي وترك مالا فما ترى فيه فقال إن كان يصل فيه حق الله تعالى فلا بأس به فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهب أنفقه ويتقبل مني أذر خل في ستة أواق حاشية الأوقية تقدر بالوزن باثنى عشر درهمة والدرهم يقدر بثلاثة جرامات وثم انتهت الحاشية أنشذك الله يا عثمان أسمعت هذا ثلاث مرات قال نعم حاشية سبق الإشارة إلى هذا الحديث وبيان درجته انتهت الحاشية قال المصنف وهذا الحديث لا يثبت وابن لهيعة مطعون فيه قال يحيى لا يحتج بحديثه والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفي سنة خمس وعشرين وأن عبد الرحمن توفي سنة اثنتين وثلاثين فقد عاش بعد أبي ذر سبع سنين ثم ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع حاشية جانب الجوزي الصواب عندما جزم بأن أبا ذر توفي سنة خمس وعشرين مع أن كل المصادر التي تحت يدي تؤكد على أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين وهي نفس السنة التي توفي فيها عبد الرحمن بن عوف وإذا كان ابن الجوزي يريد أن يؤكد على ضعف ما ذكره الحارث المحاسبي فإن سند ما قيل يفضح متنة انظر البداية والنهاية الجزء السابع في صفحة الثمانين والمئة أسد الغابة الجزء الأول الصفحة السابعة والخمسون والثلاثمائة تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة السابعة عشرة الإصابة الجزء الرابع الصفحة الثالثة والستون خلاصة تهذيب الكمال الصفحة الثامنة والثلاثون وانتهت الحاشية ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع ثم كيف تقول الصحابة رضي الله عنهم إنا نخاف على عبد الرحمن أليس الإجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله؟ فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أو يأذن الشرع في شيء يعاقب عليه؟ هذا قلة فهم وفقه ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يسر ثير الصحابة فإنه قد خلف طلحة ثلاثمائة بهار في كل بهار ثلاثة قناطير والبهار الحمل وكان مال الزبير خمسين ألف ألف ومئتي ألف وخلف ابن مسعود رضي الله عنه تسعين ألف وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها ولم ينكر أحد منهم على أحد وأما قوله إن عبد الرحمن يحبو حبوى يوم القيامة فهذا دليل على أنه لا يعرف الحديث أو كان هذا منام وليس هو في اليقظة أعوذ بالله من أن يحبو عبد الرحمن في القيامة أفترى من يسبق إذا حب عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بدر المغفور لهم ومن أصحاب الشورى ثم الحديث يرويه عمارة بن زاذان قال البخاري ربما اضطرب حديثه وقال أحمد يروي عن أنس أحاديث مناكير وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وقال الدار قطني ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء قال وكانت سبعمائة بعير فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال إن استطعت لا أدخلنها قائمة فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله عز وجل الحاشية الأقتاب مفردها قتب وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير وهذا الحديث إسناده ضعيف ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء الثاني صفحة الثالثة عشر ابن كثير البداية والنهاية الجزء السابع صفحة التاسعة والسبعون والمئة وانظر الحديث القيم لابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بتحقيقنا مكتبة القرآن حول هذا الحديث بل حول هذا الموضوع حيث عقد فصلا طويل له بعنوان في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين من الصفحة الخامسة والأربعين والمئة إلى الخامسة والخمسين والمئة وانتهت الحاشية وقوله ترك المال الحلال أفضل من جمعه ليس كذلك بل متى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء والحديث الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسف على دنيا فاتته إلى آخره محال حاشية سبق تخريجه انتهت الحاشية ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وقوله هل تجد في دهرك حلالة فيقال له وما الذي أصاب الحلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين حاشية سبق تخريجه انتهى أترى يريد بالحلال وجود حبة منذ خرجت من المعدن ما تقلبت في شبهة هذا يبعد وما طلبنا به بل لو باع المسلم يهوديا كان الثمن حلالا بلا شك هذا مذهب الفقهاء وأعجبوا لسكوت أبي حامد بل لنصرته ما حكى وكيف يقول إن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات ولو ادعى الإجماع على خلاف هذا لصح ولكن تصوفه غير فتواه وعن المروزي قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله إني في كفاية فقال إلزم السوق تصل به الرحم وتعود المرضى وقوله ينبغي للمريد أن يخرج من ماله قد بينا أنه إن كان حراما أو فيه شبهة أو إن يقنى هو باليسير أو بالكسب جاز له أن يخرج منها وإلا فلا وجه لذلك وأما ثعلبه فما ضره المال إنما ضره البخل بالواجب وأما الأنبياء فقد كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام زرع ومال ولشعيب ولغيره وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويعصون به أرضه ويعصل به رحمه فإن مات تركه ميراثا لمن بعده وخلف ابن المسيب أربعمائة دينار وقد ذكرنا ما خلفت الصحابة وقد خلف سفيان الثوري رضي الله عنه مئتين وكان يقول المال في هذا الزمان سلاح وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء وإنما تجافاه قوم منهم إيثارا لتشاغل بلا إبادات وجمع الهمم فقنعوا باليسير ولو قال هذا القائل إن التقلل منه أولى قارب الأمر ولكنه زاحم به مرتبة الإثم فصل وعلم أن الفقر مرض فما لبتلي به فصبر أثيب على صبره ولهذا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لمكان صبرهم على البلاء والمال نعمة والنعمة تحتاج إلى شكر والغني وإن تعب وخاطر كالمفتي والمجاهد والفقير كالمعتزل في زاوية وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب سنن الصوفية باب كراهية أن يخلف الفقير شيئا فذكر حديث الذي مات من أهل الصفة وخلف دين عرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان حاشية صحيح أحمد في المسند الجزء الأول الصفحة الحادية بعد المئة السابعة والثلاثون بعد المئة ثامنة والثلاثون والمئة الحادية والعشرون والأربعمائة السابعة والخمسون والأربعمائة الجزء الخامس صفحة الثانية والخمسون والمئتان والثالثة والخمسون والمئتان والتبريزي في المشكاه برقم اثنين ومئتين بعد خمسة الآلاف وانتهت الحاشية قال المصنف وهذا احتجاج من لا يفهم الحال فإن ذلك الفقير كان يزاحم الفقراء في أخذ الصدقة وحبس ما معه فلذلك قال كيتان ولو كان المكروه نفس ترك المال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس ولما كان أحد من الصحابة يخلف شيئا وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أبقيت لأهلك فقلت مثله فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية حسن أبو داود في الزكاة باب الرجل يخرج من ماله برقم ثمانية وسبعين وستمائة بعد الألف والتدمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر برقم خمسة وسبعين وستمائة بعد ثلاثة الآلاف والتبريزي في المشكاة برقم واحد وعشرين بعد ستة الآلاف وانتهت الحاشية قال ابن جرير الطبري وفي هذا الحديث دليل على بطلان ما يقوله جهلة المتصوفة أن ليس للإنسان الدخار شيء في يومه لغده وأن فاعل ذلك قد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله حاشية محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير من غالب ولد سنة أربعين وعشرين ومئتين روى الكثير عن الجم والغفير رحل إلى الآفاق في طلب الحديث صنف التاريخ الحافل وله التفسير الكامل وغير ذلك من المصنفات النافعة ماكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة استوطن بغداد وأقام بها إلى أن توفي سنة عشر وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الخامسة والأربعون والمئة إلى السابعة والأربعين والمئة انتهت الحاشية قال ابن جرير وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اتخذ الغنم فإنها بركة حاشية صحيح السيطي في الجامع الصغير في الجزء الأول صفحة الثامنة صحيح الجامع برقم 82 السلسلة الصحيحة برقم 73 و700 وانتهت الحاشية فيه دلالة على فساد قول من زعم من المتصوفة أنه لا يصح لعبد التوكل على ربه إلا بأن يصبح ولا شيء عنده من عين ولا عرض ويمثي كذلك ألا ترى كيف ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه قوت سنة حاشية صحيح البخاري في النفقات باب حبس الرجل قوت سنة على أهله الجزء التاسع الصفحة الثانية عشر بعد الأربعينمائة والثالثة عشر بعد الأربعينمائة مسلم في الجهاد باب حكم الفيء من الثامنة والأربعين إلى الخمسين وانتهت الحاشية فصل وقد خرج أقوام من أموالهم الطيبة ثم عادوا يتعرضون للأوساخ ويطلبون وهذا لأن حاجة الإنسان لا تنقطع والعاقل يعد للمستقبل وهؤلاء مثلهم في إخراج المال عند بداية تزهدهم مثل من روى في طريق مكة فبدد الماء الذي معه والحديث بإسناد عن جابر بن عبد الله قال قادم أبو حسين السلمي بذهب من معدنهم فقضى دينا كان عليه وفضل معه مثل بيضة الحمامة فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضع هذه حيث أراك الله أو حيث رأيت قال فجاءه عن يمينه فآرض عنه ثم جاءه عن يساره فآرض عنه ثم جاءه من بين يديه فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما أكثر عليه أخذها من يديه فحاذثه بها لو أصابته العقرة ثم أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم يقعد فيتكثف الناس وإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول حاشية انظر الحديث التالي انتهت الحاشية وقد رواه أبو داود في سننه من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله وقال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصدت هذه من معد فخذها في صدقة ما أملك غيرها فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأقصعته أو لعقرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء حاشية ضعيف أبو داود في الزكاة باب الرجل يخرج من ماله برقم 73 و600 بعد الألف والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة الثالثة عشر بعد الأربعمائة وضعيف الجامع برقم 25 و400 بعد ستة الآلاف وانتهت الحاشية وفي روايات أخرى خذ عنا مالك لا حاجة لنا به حاشية ضعيف أبو داود في الزكاة باب الرجل يخرج برقم 74 و600 بعد الألف انتهت الحاشية وروا أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رجل للمسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به خذ ثوبك حاشية صحيح أبو داود في الزكاة الباب السابق برقم 75 و600 بعد الألف النسائي في الجمعة باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته في الجزء الثالث في الصفحة السادسة والمئة والسابعة والمئة أحمد في المسند في الجزء الثالث في الصفحة الخامسة والعشرين وانتهت الحاشية قال المصنف ونقلت من خط أبي الوفاء ابن عقيل قال قال ابن شاذان دخل جماعة من الصوفية على الشبلي فأمثث إلى بعض المياسير يسأله ما لن ينفقه عليهم فرد الرسول وقال يا أبا بكر أنت تعرف الحق فهل لا طلبت منه فقال لرسول ارجى إليه وقل له الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك وأطلب الحق من الحق فبعث إليه بمئة دينار قال ابن عقيل إن كان أنفذ إليه المئة دينار للإفتداء من هذا الكلام القبيح وأمثاله فقد أكل الشبلي الخبيث من الرزق وأطعم أضيافه منه فصل وقد كان لبعضهم بضاعة فأنفقها وقال ما أريد أن تكون فقتي إلا بالله وهذا قلة فهم لأنهم يظنون أن التوكل قطع الأسباب وإخراج الأموال وعن الجنيد قال دققت على أبي عقوب الزيات بابه في جماعة من أصحابنا فقال ما كان لكم شغل في الله عز وجل يشغلكم عن المجيء إليه فقلت له إذا كان مجيئنا إليك من شغلنا به فلما ننقطع عنه فسألته عن مسألة في التوكل فأخرج درها من كان عنده ثم أجابني فأعطى التوكل حقه ثم قال استحيت من الله أن أجيبك وعندي شيء قال المصنف ولو فهم هؤلاء معنى التوكل وأنه ثقة القلب بالله عز وجل لا إخراج صور المال ما قال هؤلاء هذا الكلام حاشية أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء العاشر الصفحة الثالثة والعشرين بعد المائتين والرابعة والعشرين بعد المائتين انتهت ولكن قل فهمهم وقد كان سادات الصحابة والتابعين يتجرون ويجمعون الأموال وما قال مثل هذا أحد منهم وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حين أمر بترك الكسب لأجل شغله بالخلافة فمن أين أطعم عيالي وهذا القول منكر عند الصوفية يخرجون قائله من التوكل وكذلك ينكرون على من قال هذا الطعام يضرني وقد روى في ذلك حكاية عن أبي طالب الرازي قال حضرت مع أصحابنا في موضع فقدموا اللبن وقال لي كل فقلت لا آكله فإنه يضرني فلما كان بعد أربعين سنة صليت يوما خلف المقام ودعوت الله عز وجل وقلت اللهم إنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين فسمعت هاتفا يهتف بي ويقول ولا يوم اللبن قال المصنف وهذه الحكاية الله أعلم بصحتها وأعلم أن من يقول هذا يضرني لا يريد أن ذلك يفعل الضرر بنفسه وإنما يريد أنه سبب الضرر كما قال الخليل صلوات الله وسلامه عليه رب إنهن أضللن كثيرا من الناس إبراهيم السادسة والثلاثون وقد صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نفعني مال كمال أبي بكر حاشية سبق تخريجه انتهى وقوله ما نفعني مقابل لقول القائل ما ضرني وصح عنه أنه قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري حاشية صحيح البخاري في المغازي باب مرضه صلى الله عليه وسلم وفاته الجزء الثامن صفحة السابعة والثلاثون والسبعمائة قال أهل اللغة الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع ما تصاحبه انتهت الحاشية وقد ثبت أنه لا رتبة أولى من رتبة النبوة وقد نسب النفع إلى المال والضرر إلى الطعام فالتحاشي عن سلوك طريقه صلى الله عليه وسلم تعاط على الشريعة فلا يلتفت إلى هذيان من هذى في مثل هذا حاشية تعاط القوم تغالب على التعاطي وتعاط الشيء تناوله والمراد أن هذا خروج على الشريعة ومخالفة لها انتهت الحاشية فصل قال المصنف وقد بينا أنه كان أوائل الصوفية يخرجون من أموالهم زهدا فيها وذكرنا أنهم قصدوا بذلك الخير إلا أنهم غالطوا في هذا الفعل كما ذكرناه من مخالفتهم بذلك الشرع والعقل فأما متأخروهم فقد مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أي وجه كان إيثارا للراحة وحبا للشهوات فمنهم من يقدر على الكسب ولا يعمل ويجلس في الرباط أو المسجد ويعتمد على صدقات الناس وقلبه معلق بطرق الباب ومعلوم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي حاشية صحيح أبو داود في الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم 34 و600 بعد الألف والترمذي في الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة برقم 52 و600 الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة السابعة بعد الأربع مئة صحيح الجامع برقم 51 و200 بعد سبعة الآلاف المرة القوة والشدة والسوي صحيح الأعضاء وانتهت الحاشية ولا يبالون من بعث إليهم فربما بعث الظالم والماكس فلم يردوه وقد وضعوا في ذلك بينهم كلمات منها تسمية ذلك بالفتوح ومنها أن رزقنا لابد أن يصل إلينا ومنها أنه من الله فلا يرد عليه ولا نشكر سواه وهذا كله خلاف الشريعة وجهل بها وعكس ما كان السلف الصالح عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقد قاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكل الشبهة حاشية قاء ما أكل قيئة ألقاه من فمه فهو قائن انتهت الحاشية وكان الصالحون لا يقبلون عطاء ظالم ولا ممن في ماله شبهة وكثير من السلف لم يقبل صلة الإخوان عفافا وتنزها وعن أبي بكر المروزي قال ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين فقال رحمه الله أي رجل كان لولا خله واحدة ثم سكت ثم قال ليس كل الخلال يكملها الرجل فقلت له أليس كان صاحب سنة فقال لعمري لقد كتبت عنه ولكن خله واحدة كان لا يبالي ممن أخذ قال المصنف ولقد بلغنا أن بعض الصوفية دخل على بعض الأمراء الظلمة فوعظه فأعطاه شيئا فقبله فقال الأمير كلنا صيادون وإنما الشباك تختلف ثم أين هؤلاء من الأنفة من الميل للدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلة حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غناء في الجزء الثالث صفحة السادسة والأربعين بعد الثلاشمائة ومسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من إلى آخره برقم أربعة وتسعين وانتهت الحاشية واليد العليا هي المعطية هكذا فسره العلماء وهو الحقيقة وقد تأوله بعض القوم فقال العليا هي الآخذة قال ابن قتيبة وَنَا أَرَى هَذَا إِلَّا تَأْوِيلَ قَوْمٍ استطاب السؤال حاشية أطلق قوم من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقة وقد حكى ابن قتيبة في غريب الحديث ذلك عن قوم ثم قال وَمَا أَرَى هَا أُولَاءِ إِلَّا قَوْمًا استطاب السؤال فهم يحتجون للدناء ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقا فأعتق والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه انتهى فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر في الجزء الثالث في الصفحة التاسعة والاربعين بعد الثلاثمائة والخمسين بعد الثلاثمائة انتهت الحاشية فصل قال المصنف ولقد كان أوائل الصوفية ينظرون في حصول الأموال من أي وجه ويفتشون عن مطاعمهم سئل أحمد بن حنبل عن السري السقطي فقال الشيخ المعروف بطيب المطعم وقال السري صحبت جماعة إلى الغزو فاكترينا دارا فنصبت فيها تنور فتورعوا عن أن يأكلوا من خبز ذلك التنور فأما من يرى ما قد تجدد من صوفية زماننا من كونهم لا يبالون من أين أخذوا فإنه يعجب ولقد دخلت بعض الأربطة فسألت عن شيخه فقيل لي قد مضى إلى الأمير فلان يهنئه بخلعة قد خلعت عليه وكان ذلك الأمير من كبار الظلمة فقلت ويحكم ما كفاكم أن فتحتم الدكان حتى تطوفوا على رؤوسكم بالسلع يقعد أحدكم عن الكسب مع قدرته عليه معولا على الصدقات والصلات ثم لا يكفيه حتى يأخذ ممن كان ثم لا يكفيه حتى يدور على الظلمة فاستعطي منهم ويهنئهم بملبوس لا يحل وولاية لا عدل فيها والله إنكم أضر على الإسلام من كل مضر انتهى الشريط الرابع عشر من كتاب تلبيس إبليس وله بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس عشر من كتاب تلبيس إبليس نوصل الكلام في تلبيس إبليس على الصوفية فصل وقال المصنف وقد صار جماعة من أشياخهم يجمعون المال من الشبهات ثم ينقسمون فمنهم يدعي الزهد مع كثرة المال وحرصه على الجمع وهذه الدعوة مضادة للحال ومنهم يظهر الفقر مع جمعه المال وأكثر هؤلاء يضيقون على الفقراء بأخذهم الزكاة ولا يجوز لهم ذلك وقد كان أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المديبان يلبس الصوف صيفا وشتاء حاشية الرباط موضع المرابطة وملجأ الفقراء من الصوفية ورد في نسخة أخرى رباط ابن المليحان انتهى وقد كان أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المديان يلبس الصوف صيفا وشتاء وتقصده الناس يتبركون به فمات فخلف أربعة آلاف دينار قال المصنف وهذا فوق القبيح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل الصفة مات فخلف دينارين فقال صلى الله عليه وسلم كيتان ذكر تلبيث إبليس على الصوفية في لباسهم قال المصنف لما سمع أوائل القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبة وأنه قال لعائشة رضي الله عنها لا تخلع ثوبا حتى ترقعيه حاشية صحيح بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبة ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم أحمد في المسند الجزء السادس الصفحة السادسة والمئة والصفحة الثانية والأربعون بعد المئتين صحيح الجامع للألباني برقم سبعة وثلاثين وتسعمائة بعد أربعة الآلاف والحديث الثاني قوله لعائشة هذا ضعيف جدا رواه التلمذي في اللباس باب ما جاء في ترقيع الثوب برقم ثمانين وسبعمائة بعد الألف الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع في الصفحة الثانية عشر بعد الثلاثمائة السلسلة الضعيفة برقم أربعة وتسعين ومئتين بعد الألف وذكره ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء الثالث الصفحة الأربعين والمئة انتهت الحاشية وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في ثوبه رقاع وأن أويسا القرني كان يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات ثم يخيطها فيلبسها حاشية أويس ابن عامر القرني من اليمن من مراد سكن الكوفة كان زاهدا عابدا يروي عن عمر ورويت عنه قصص تشبه المعجزات ذكره مسلم في صحيحه وذكر حكاية عنه وكلام لا روايته وقد ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير مستندا إلى قول البخاري فيه فيه نظر وعقب الذهبي على ذلك بقوله ما روى الرجل شيئا فيضاعف أو يوثق من أجله التاريخ لابن معين في الجزء الثاني صفحة الخامسة والأربعين تاريخ الثقات للعجلي في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة الضعفاء الكبير في الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة وانتهت الحاشية اختاروا المرقعات وقد أبعدوا في القياز فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يؤثرون البذاذة ويعرضون عن الدنيا زهداء حاشية يقالوا بذ بذاذة ساءت حاله ورثت هيئته انتهت الحاشية وكان أكثرهم يفعل هذا لأجل الفقر كما روينا عن مسلمة ابن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز وعليه قميص وسخ فقال لامرأته فاطمة اغسل قميص أمير المؤمنين فقالت والله ما له قميص غيره فأما لذا لم يكن هذا لفقر وقصد البذاذة فما له من معنى فصل قال المصنف فأما صوفية زماننا فإنهم يعمدون إلى ثوبين أو ثلاثة كل واحد منها على لون فيجعلونها خراقا ويلفقونها فيجمع ذلك الثوب وصفين الشهرة والشهوة فإن لبس مثل هذه المرقعات أشهى عند خلق كثير من الديباج وبها يشتهر صاحبها أنه من الزهاد أفترهم يصيرون بصورة الرقاع كالسلف كذا قد ظنوا وأن إبليس قد لبس عليهم وقال أنتم صوفية لأن الصوفية كانوا يلبسون المرقعات وأنتم كذلك أترهم ما علموا أن تصوف معنى لا صورة وهؤلاء قد فاتهم التشبيه في الصورة والمعنى أما الصورة فإن القدماء كانوا يرقعون ضرورة ولا يقصدون التحسن بالمرقع ولا يأخذون أشوابا جددا مختلفة الألوان فيقطعون من كل ثوب قطعة ويلفقونها على أحسن التوقية ويخيطونها ويسمونها مرقعة وأما عمر رضي الله عنه لما قدم بيت المقدس حين سأل القسيسون والرهبان عن أمير المؤمنين فعرضوا عليهم أمراء العساكر مثل أبي عبيدة وخالد بن الوليد وغيرهما فقالوا ليس هذا المصور عندنا ألكم أمير أولا فقالوا لنا أمير غير هؤلاء فقالوا هو أمير هؤلاء قالوا نعم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا أرسلوا إليه ننظره فإن كان هو سلمنا إليكم من غير قتال وإن لم يكن هو فلا فلو حاصرتمونا ما تقدرون علينا فأرسل المسلمون إلى عمر رضي الله عنه وأعلموه بذلك فقدم عليهم وعليه ثوب مرقع سبع عشرة رقعة بينها رقعة من أديم حاشية الأديم الجلد المدبوغ انتهت الحاشية فلما رأوه الروحانية والقسوس على هذه الصفة سلموا بيت المقدس إليه من غير قتال حاشية الروحانية نسبة إلى الروح ويقصد رجال الدين المسيحيين انتهت الحاشية فأين هذا مما يفعله جهال الصوفية في زماننا فنسأل الله العفو والعافية وأما المعنى فإن أولئك كانوا أصحاب رياضة وزهد حاشية ليست العبرة بالمظهر في مرقع وغيره وإنما العبرة بالمخضر فإن الله لا ينظر إلى صور الناس ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال فإذا صلحت القلوب صلحت الأجساد وإذا فسدت القلوب فسدت الأجساد انتهت الحاشية فصل قال المصنف ومن هؤلاء المذمومين من يلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمه حتى يرى لباسه وهذا لص ليلي ومنهم من يلبس الثياب اللينة على جسده ثم يلبس الصوف فوقها وهذا لص نهاري مكشوف وجاء آخرون فأرادوا تشبه بالصوفية وصعب عليهم البذاذة وأحب التناعم ولم يروا الخروج من صورة التصوف لأن لا يتعطل المعاش فلبسوا الفوطا رفيعة واعتموا بالرومي الرفيع إلا أنه بغير طراز فالقميص والإمامة على أحدهم بثمن خمسة أثواب من الحرير حاشية الفوطة ثوب قصير غليظ يتخذ مئزرة كان يجلب من السند انتهت الحاشية وقد لبس إبليس عليهم أنكم صوفية بنفيس النفس وإنما أرادوا أن يجمعوا بين رسوم التصوف وتناعم أهل الدنيا ومن علاماتهم مصادقة الأمراء ومفارقة الفقراء كبرا وطعظيما وقد كان عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه يقول يا بني إسرائيل ما لكم تأتونني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري البسوا لباس الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية وعن مالك بن دينار قال إن من الناس ناسا إذا لقوا القراء ضربوا معهم بسهم وإذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم فكونوا من قراء الرحمن بارك الله فيكم حاشية أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة الثالثة والستين بعد الثلاثمائة انتهت وعن مالك بن دينار قال إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير إنكم في زمان كثير تفاحشهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم فطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعونكم في شباكهم حاشية حلية الأولياء الجزء الثاني صفحة الثالثة والستون والثلاثمائة انتهت وعن سعيد بن شبل قال نظر مالك بن دينار إلى شاب ملازم للمسجد فجلس إليه فقال له هل لك أن أكلم بعض العشارين يجرون عليك شيئا وتكون معهم؟ قال ما شئت يا أبا يحيى قال فأخذ كفا من تراب فجعله على رأسه وعن نالك بن دينار قال كان فتى يتقرى حاشية يقال قرى للبلاد تتبعها أرضا أرضا وسار فيها ينظر حالها وأمرها وتقرى البلاد قرىها انتهت الحاشية كان فتى يتقرى فكان يأتيني فبتلي فولي الجسر فبينما هو يصلي إذ مرت سفينة فيها بط فنادى بعض أعوانه قرب لنأخذ للعامل بطة فأشار بيده سبحان الله أي بطتين قال فكان أبي إذا حدث بهذا الحديث بكى وأضحك الجلساء حاشية حية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثاني صفحة الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة والثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة انتهت وعن محمد بن خفيف قال قلت لرويم أوصني فقال هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل بطرهات الصوفية حاشية التره والتره القول الخالي من نفع والباطل انتهت الحاشية وعن عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبي يقول بلغني أن رجلا قال للشبلي قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع فمضى فرأى عليهم المرقعات والفوطة فأنشأ يقول أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها قال المصنف رحمه الله قلت واعلم أن هذه البهرجة في تشبيه هؤلاء بأولئك لا تخفى إلا على كل غبي في الغاية فأما أهل الفطمة فيعلمون أنه تنميس بارد والأمر في ذلك على نحو قول الشاعر تشبهت حور الضباء بهم إن سكنت فيك ولا مثل سكن أصامت بناطق ونافر بآنس وذو خلا بذيشج مشتبه أعرفه وإنما مغالطا قلت لصحبي دار من حاشية يقابل الشاعر في هذا البيت بين الصامت والناطق والبعيد النافر والقريب الملاطف والحزين المهمون وخال البال انتهت الحاشية فصل قال المصنف وإنما أكره لبس الفوط المرقعات لأربعة أوجه أحدها أنه ليس من لباس السلف وإنما كان السلف يرقعون لضرورة الثاني أنه يتضمن الدعاء الفقر وقد أمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه الثالث أنه إظهار للزهد وقد أمرنا بستره الرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ومن تشبه بقوم فهو منهم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم حاشية صحيح أبو داود في اللباس باب في لبس الشهرة برقم واحد وثلاثين بعد أربعة الآلاف أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة الخمسين صحيح الجامع برقم تسعة وأربعين ومئة بعد ستة الآلاف وانتهت الحاشية وعن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر قال أخبرني أبي قال لما دخلت بغداد في رحلتي الثانية قصدت الشيخ أبا محمد عبدالله بن أحمد السكري لأقرأ عليه أحاديث وكان من المنكرين على هذه الطائفة فأخذت في القراءة فقال أيها الشيخ إنك لو كنت من هؤلاء الجهال الصوفية لعذرتك أنت رجل من أهل العلم تشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعى في طلبه فقلت أيها الشيخ وأي شيء أنكرت علي حتى أنظر فإن كان له أصل في الشريعة لزمته وإن لم يكن له أصل في الشريعة تركته فقال ما هذه الشوازك التي في مرقعتك حاشية الشوازك نوع من الشريط معمول من الحرير المصبغ انتهت الحاشية فقلت أيها الشيخ هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج وإنما وقع الإنكار لأن هذه الشوازك ليست من جنس الثوب والديباج ليس من الجبة فاستدللنا بذلك على أن لهذا أصلا في الشرع يجوز مثله قال المصنف قلت لقد أصاب السكري في إنكاره وقل فقه ابن طاهر في الرد عليه فإن الجبة المكفوفة الجيب والكمين قد جرت العادة بلبسها كذلك فلا شهرة في لبسها فأما الشوازك فتجمع شهرة الصورة وشهرة دعوى الزهد وقد أخبرتك أنهم يقطعون ثياب الصحاح ليجعلوها شوازك لا عن ضرورة يقصدون الشهرة لحسن ذلك والشهرة بالزهد ولهذا وقعت الكراهية وقد كرهها جماعة من مشايخنا كما بينا وعن جعفر الحذاء قال لما فقد القوم الفوائد من القلوب اشتغلوا بالظواهر وتزيينها يعني بذلك أصحاب المصبغات والفوط وعن الثوري قال كانت المرقعات غطاء على الدر فصارت جيفا على مزاب الحاشية الجيفة جثة الميت إذا أنتنت والجمع جيف انتهت وعن أبي الحسن الحنظلي قال نظر محمد بن محمد بن علي الكتاني إلى أصحاب المرقعات فقال إخواني إن كان لباسكم موافقا لصرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليها وإن كانت مخالفة لصرائركم فقد هلكتم مرب الكعبة وعن نصر بن أبي نصر قال قال أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق أدي نوري لبعض أصحابه لا يعجبن كما ترى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم فما زين الظواهر إلا بعد أن خربوا البواطن وقال ابن عقيل دخلت يوما للحمام فرأيت على بعض أوتاد السلخ جبة مشوزكة مرقعة دفوط فقلت للحمامي أرى سلخ الحية فمن داخل فذكر لي بعض من يتصوف للبلاء وذكروا حوشا للأموال حاشية السلخ ما على المغزل من الغزل يقال حاش الدواب حوشا جمعها وساقها وحوش المال ونحوه جمعه والدخرة انتهت الحاشية فصل قال المصنف وفي الصوفية من يرقع المرقعة حتى تصير كثيفة خارجة عن الحد وعن ابن خباب أبي الحسين صاحب ابن الكريتي قال أوصل ابن الكريتي بمرقعته فوزنت فردة كم من أكمامها فإذا فيه أحد عشر رطل قال جعفر وكانت المرقعات تسمى في ذلك الوقت الكبل والكيل حاشية في نسخة الكبل بالباء ويكون معنى في هذه الحالة القيد من أي شيء كان انتهت الحاشية فصل وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ وجعلوا لها إسنابا متصلة كله كذب ومحال وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ فجعل هذا من السنة واحتج بحديث أم خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثياب فيها خميصة سوداء فقال من ترون أكسو هذه فسكت القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوني بأم خالد قالت فأتي بي فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي حاشية صحيح البخاري في اللباس باب الخميصة السوداء الجزء العاشر الصفحة الحادية والتسعون بعد المائتين وفي مواضع أخرى متعددة الخميصة ثياب خز أعصوف معلمة وهي سود كانت من لباس الناس وقيل هي كساء رقيق من أي لون كان وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة وقوله أبلي وأخلقي أمر بالإبلاء والإخلاق والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك أي أنها تطول حياتها حتى يبل الثوب ويخلق انتهت الحاشية قال المصنف وإنما ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها صبية وكان أبوها خالد بن سعيد بن العاص وأمها همينة بن تخلف كان قد هاجر إلى أرض الحبشة فولدت لهما هناك أم خالد واسمها أمه ثم قدموا فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنها وكما اتفق فلا يصير هذا سنة وما كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلباس الناس ولا فعل هذا أحد من أصحابه ولا تابعيهم ثم ليس من السنة عند الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير ولا أن تكون الخرقة سوداء بل مرقعة أو فوطة فهل لا جعل السنة لبس الخرق السود كما جاء في حديث أم خالد وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب السنة فيما شرط الشيخ على المريد في لبس المرقعة واحتج بحديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماء والطاعة في العسر واليسر حاشية صحيح البخاري في الفتن باب قول النبي سترون بعدي أمورا تنكرونها الجزء الثالث عشر الصفحة السابعة مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء على غير معصية الصفحة الحادية والأربعون انتهت قال المصنب فانظر إلى هذا الفقه الدقيق وإن اشترات الشيخ على المريد من اشترات رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب الطاعة على البيعة الإسلامية اللازمة فصل وأما لبسهم المصبغات فإنها إن كانت زرقاء فقد فاتهم فضيلة البياط وإن كانت فوطا فهو ثوب شهرة وشهرته أكثر من شهرة الأزرق وإن كانت مرقعة فهي أكثر شهرة وقد أمر الشرع بالثياب البيض ولها عن لباس الشهرة فأما أمره بالثياب البيض فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم حاشية صحيح أبو داود في الطب باب في الأمر بالكحل برقم 78 و800 بعد ثلاثة الآلاث والترمذي في الجنائز باب ما يستحب من الأكفان برقم 94 و900 وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء فيما يستحب من الكفن برقم 72 و400 بعد الألف وأحمد في المسند الجزء الأول صفحة السابعة والأربعون بعد المائتين والرابعة والسبعون بعد المائتين الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة والثالثة والستون بعد الثلاثمائة الحاكم في المستدرك الجزء الرابع صفحة الخامسة والثمانون والمائة صحيح الجامع برقم 36 و200 بعد الألف انتهت الحاشية وعن ثامرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البثوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم حاشية صحيح الترمذي في الأدب باب ما جاء في لبس البياض برقم 10 و800 بعد الألفين النسائي في الزينة باب الأمر بلبس البيض من الثياب في الجزء الثامن صفحة الخامسة بعد المائتين ابن ماجه في اللباس باب البياض من الثياب برقم 67 و500 بعد ثلاثة الآلاف أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة العاشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة الرابعة والخمسون والثلاثمائة الخامسة والخمسون والثلاثمائة الجزء الرابع صفحة الخامسة والثمانون والمائة صحيح الجامع برقم خمسة وثلاثين ومئتين بعد الألف انتهت الحاشية قال التلمذي هذان حديثان صحيحان وفي الباب عن ابن عمر قال وهذا الذي يستحبه أهل العلم وقال أحمد بن حنبل وإسحاق أحب الثياب إلينا أن نكفن فيها البياض وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب السنة في لبسهم المصبغات واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء وأنه دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء حاشية في لبس الحلة الحمراء هذا حديث صحيح البخاري في اللباس باب الثوب الأحمر وباب الجعد الجزء العاشر الصفحة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة والصفحة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة ومسلم في الصلاة باب سترة المصلي برقم تسعة وأربعين بعد المائتين انتهت الحاشية وأنه دخل يوم الفتح عليه عمامة سوداء حاشية صحيح مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم واحد وخمسين وأربعمائة ورواه أصحاب السنن وأحمد وانتهت الحاشية قال المصنف قلت ولا ينكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس هذا ولا أن لبسه غير جائز وقد رؤي أنه كان يعجبه للحبرة حاشية صحيح البخاري في اللباس باب البرود والحبر برقم عشرة في الصفحة السابعة والثمانين بعد المائتين مسلم في اللباس باب فضل لباس ثياب الحبرة في الصفحة الثامنة والثلاثين والثالثة والثلاثين والحبرة ثياب من كتان أو قطن محبرة والتحبير التزين والتحسين وانتهت الحاشية وإنما المسنون الذي يؤمر به ويداوم عليه وقد كانوا يلبسون الأسود والأحمر فأما الفوط والمرقع فإنه لبس شهرة فصل وأما النهي عن لباس الشهرة وكراهته فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه حاشية ضعيف ابن ماجة في اللباس باب من لبس شهرة من الثياب برقم ثمانية بعد ستمائة وثلاثة آلاف ضعيف الجامع للألباني برقم أربعين وثمانمائة بعد خمسة الآلاف انتهت وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشهرتين فقيل يا رسول الله وما الشهرتان قال رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وعطولها وقصرها ولكن سداد بين ذلك واقتصاد حاشية موضوع السيطي في الجامع الصغير عزاه للبيهقي في الشعب في الجزء الثاني صفحة السادسة وتسعين والمئة ضعيف الجامع برقم سبعة وخمسين بعد ستة الآلاف انتهت الحاشية وعن ابن عمر قال من لبس ثوبا مشهورا اذله الله يوم القيامة انتهى الوجه الاول الوجه الثاني يبدأ حالا قال المصنف وقد رؤي لنا مرفوعا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوبا مذلة يوم القيامة حاشية حسن ابن ماجة في اللباس باب من لبس شهرة من الثياب برقم ستة وستمائة وثلاثة آلاف وثوب شهرة اي ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها او خسيسا يلبسه اظهارا للزهد والرياء وثوب المذلة من اضافة السبب الى المسبب او بيانية تشبيها للمذلة بالثوب في الاجتمال انتهت الحاشية وعن ابن عمر رضي الله عنه قال من لبس ثوب شهرة من الثياب البسه الله ثوب ذلة وعن ابن درداء رضي الله عنه قال من ركب مشهورا من الدواب اعرض الله عنه ما ادام عليه وان كان كريما قال المصنف وقد روينا ان ابن عمر رضي الله عنه ما رعى على ولده ثوبا قبيحا دون فقال لا تلبس هذا فان هذا ثوب شهرة وعن مقاتل ابن بريدة عن ابيه بريدة قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وكنت في من صعد الثلمة فقاتلت حتى رأى مكاني وأتيت علي ثوب أحمر فما علمت أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم منه للشهرة حاشية برقم 92 وفيه أيضا محمد بن مزاحم وهو أخ الضحاك ابن مزاحم قال أبو حاتم مترك الحديث انتهت الحاشية وقال سفيان الثوري كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل وقال معمر عتبت أيوب على طول قميصه فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله وهي اليوم في تشميره فصل قال المصنف ومن الصوفية من يلبس الصوف ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لابس الصوف وبما ري في فضيلة لبس الصوف فأما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف فقد كان يلبسه في بعض الأوقات لم يكن لبسه شهرة عند العرب حاشية صحيح البخاري في اللباس باب لبس جبة الصوف في الغزو الجزء العاشر صفحة الثمانون بعد المائتين ومسلم في الطهارة باب المسح على الخفين برقم تسعة وسبعين وانتهت الحاشية وأما ما يروع في فضل لبسه فمن الموضوعات التي لا يثبت منها شيء ولا يخلو لابس الصوف من أحد أمرين إما أن يكون متعودا لبس الصوف وما يجانسه من غليظ الثياب فلا يكره ذلك له لأنه لا يشتهر به وإما يكون مترفا لم يتعوده فلا ينبغي له لبسه من وجهين أحدهما أنه يحمل بذلك على نفسه ما لا تطيق ولا يجوز له ذلك والثاني أنه يجمع بلبسه بين الشهرة وإظهار الزهد حاشية قال ابن بطال كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد لأن إخثاء العمل أولى قال ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه فتح الباري لابن حجر الجزء العاشر صفحة الثمانون بعد المئتين امتهت وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الصوف ليعرفه الناس كان حقا على الله عز وجل أن يكسوه ثوبا من جرب حتى تتساقط عروقه هامش موضوع كشف الخفاء للعجلوني وعزاه للديلمي في مسنب الفردوس في الجزء الثاني صفحة الثمانين بعد الثلاثمائة والجرب مرض جلدي يسببه نوع من الحمك يسمى حمك الجرب امتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرض لتعج إلى ربها من الذين يلبسون الصوف رياء حاشية موضوع السيطي في الجامع الصغير وعزاه للديلمي في مسنب الفردوس في الجزء الأول الصفحة التاسعة والسبعين وضعيف الجامع في الصفحة التاسعة بعد الأربعمائة والألف وأتعد أي ترفع صوتها وتصيح امتهت الحاشية وعن خالد بن شوذب قال شهدت الحسن وأتاه فرقد فأخذ الحسن بكسائه فمده إليه وقال يا فريقد يا ابن أم فريقد إن البر ليس في هذا الكساء وإنما البر ما وقر في الصدر وصدقه العمل وعن أبي شداد المجاشعي قال سمعت الحسن وذكر عنده الذين يلبسون الصوف فقال ما لهم تعاقدوا ثلاثة أكنوا الكبرى في قلوبهم وأظهروا التواضع في لباسهم والله لا أحدهم أشدوا عجبا بكسائه من صاحب المطرف بمطرفه حاشية المطرف رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام والجمع مطارف امتهت الحاشية وعن الحسن أنه جاءه رجل ممن يلبس الصوف وعليه جبة صوف وعمامة صوف ورداء صوف فجلس فوضع بصره في الأرض فجعل لا يرفع رأسه وكأن الحسن خال فيه العجب فقال الحسن ها إن قوما جعلوا كبرهم في صدورهم شنعوا الله دينهم بهذا الصوف ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من زي المنافقين قالوا يا أبا سعيد وما زي المنافقين قال خشوع اللباس بغير خشوع القلب قال ابن عقيل هذا كلام رجل قد عرف الناس ولم يغره اللباس لقد رأيت الواحد من هؤلاء يلبس الجبات الصوف فإذا قال له القائل يا أبا فلان ظهر منه ومن أوباشه الإنكار حاشية مفردها الوبش واحد الأوباش من الناس وهم الأخلاط والسفلة انتهى فعلم أن الصوف قد عمل عند هؤلاء وعمل ما لم يعمله الديباج عند الأوباش وعن ضمره قال سمعت رجلا يقول قدم حماد بن أبي سليمان البصرة فجاءه فرقد السبخي وعليه ثوب صوف حاشية فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ التقريب الجزء الثاني صفحة الثامنة بعد المئة وانتهت الحاشية وعليه ثوب صوف فقال له حماد ضع عنك نصرانيتك هذه فلقد رأيتنا ننتظر إبراهيم يعني النخعي فيخرج علينا وعليه معصفرة حاشية أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الرابع الصفحة الحادية والعشرين بعد المائتين والثانية والعشرين بعد المائتين ومعصفرة ثوب مصبوغ بنبات صيفي يستخرج منه صبغ أخمر انتهت الحاشية وعن خالد الحذاء أن أبا قلابة قال إياكم أصحاب الأكسية حاشية حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثاني صفحة السادسة والثمانين بعد المائتين والسابعة والثمانين بعد المائتين انتهت وعن أبي خالد قال جاء عبد الكريم أبو أميه إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف فقال له أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا وعن الفضي قال تزينت لهم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك رأسا تزينت لهم بالقرآن فلم ترهم يرفعون بك رأسا تزينت لهم بشيء بعد شيء كل ذلك إنما هو لحب الدنيا وعن أحمد بن أبي الحواري قال قال أبو سليمان يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم ونصف وشهوته في قلبه بخمسة دراهم أما يستحي يجاوز شهوته لباسه ولو سترى زهده بثوبين أبيضين من أبصار الناس كان أسلم له قال أحمد بن أبي الحواري قال لي سليمان بن أبي سليمان وكان يعدل بأبيه أي شيء أرادوا بلباس الصوف قلت التواضع قال لا يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف وعن أحمد بن عمر بن يونس قال أبصر الثوري رجلا صوفيا فقال له الثوري هذه بدعة وعن سفيان الثوري قال قال لرجل عليه صوف لباسك هذا بدعة وعن عبد الله بن المبارك قال قلت لرجل رأيت عليه صوفا مشهوع أكره هذا أكره هذا وعن بشر بن الحارف قال دخل على الموصلي علي المعافى وعليه جبة صوف فقال له ما هذه الشهرة يا أبا الحسن فقال يا أبا مسعود أخرج أنا وأنت فانظر أينا أشهر فقال له المعافى ليس شهرة البدن كشهرة اللباس وعن بشر بن الحارف قال دخل بديل على أيوب السختياني وقد مد على فراشه سبنية حمراء تدفع الطراب فقال بديل ما هذا فقال أيوب هذا خير من الصوف الذي عليك حاشية ابن ميسرة البصري هو بديل ثقة من الخامسة مات سنة خمس وعشرين ومئة أو سنة ثلاثين ومئة التقريب الجزء الأول صفحة الرابعة والتسعون والثياب السبنية قذر سود للنساء وقيل هي القسية وهي من حرير فيها أمثال الأترج وفي نسخة أخرى سبنية حمراء تدافع الرياء انتهت الحاشية وسئل بشر بن الحارف عن لبس الصوف فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه ثم قال لبس الخز والمعصفر أحب إلي من لبس الصوف في الأمصار حاشية الأمصار جمع المصر وهي المدينة الواسعة انتهت الحاشية وعيزيد السقة رفيق محمد ابن إدريس الأنباري قال رأيت فتى عليه مسوح قال فقلت له من لبس هذا من العلماء من فعل هذا من العلماء قال قد رآني بشر بن الحارف فلم ينكر عليه قال يزيد فذهبت إلى بشر فقلت له يا أبا نصر رأيت فلانا عليه جبة مسوح فأنكرت عليه فأنكرت عليه فقال قد رآني أبو نصر فلم ينكر علي قال فقال لي بشر لم تستشرني يا أبا خالد لو قلت له لقال لي لبس فلان ولبس فلان وعن أبي سليمان الداراني قال قلت لرجل لبس الصوف إنك قد أظهرت آلة الزاهدين فماذا أورثك هذا الصوف فسكت الرجل فقال له يكون ظاهرك قطنية وباطنك صوفية وعن ابن سيرويه قال دخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار وعليه جبة صوف فقال له أبو الحسن يا أبا محمد صوفت قلبك أو جسمك صوف قلبك والبس القوهي على القوهي حشية القوهي ضرب من الثياب بيض انتهت وعن النضر بن شميل قال قلت لبعض الصوفية تبيع جبتك الصوف فقال إذا رع الصياد شبكته بأي شيء يصطاد حشية النضر بن شميل ابن خرشة ابن يزيد المازني التميمي أبو الحسن أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة ولد بمر سنة 2200 انتقل إلى البصر مع أبيه سنة 28 ومئة أصله منها أقام زمنا وعاد إلى مر فولي قضاءها توفي بها سنة ثلاث ومئتين من كتبه الصفات كتاب السلاح المعاني غريب الحديث غريب الحديث الأنواء انظر الأعلام في الجزء الثامن في صفحة الثالثة والثلاثين وانتهت الحاشية قال أبو جعفر أجودها للجمعة والأيدين ورقاء الإخوان ولم يكن غير الأجود عندهم قبيحة وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى حلة سيارة تباع عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدم عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة حاشية صحيح مسلم في اللباس باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة برقم ستة حلة سياراء ضبط الحلة ها هنا بالتنمين على أن سياراء صفة وبغير تنوين على الإضافة والمحققون يختارون الإضافة وأكثر المحدثين ينونون وهي برود يخالطها حرير قالوا كأنها شبهت خطوطها بالسيور من لا خلاق له قيل معناه من لا نصيب له في الآخرة وقيل من لا حرمة له وقيل من لا دين له انتهت الحاشية فما أنكر عليه ذكر التجمل بها وإنما أنكر عليه لكونها حريرا قال المصنف رحمه الله وقد ذكرنا عن أبي العالية أنه قال كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا وعن ابن عون عن محمد قال كان المهاجرون والأنصار يلبسون لباسا مرتفعة وقد اشترى تميم الداري حلة بألف ولكنه كان يصلي بها وعن محمد بن سيرين أن تميم الداري اشترى حلة بألف درهم وكان يقوم فيها بالليل إلى صلاته وعن ثابت أن تميم الداري كانت له حلة قد ابتاعها بألف كان يلبسها الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر وعن قتاده أن ابن سيرين أخبره أن تميم الداري اشترى رداء بألف فكان يصلي بأصحابه فيه قال المصنف رحمه الله قلت وقد كان ابن مسعود من أجود الناس ثوبا وأطيابهم ريحا وكان الحسن البصري يلبس الثياب الجياد قال كلثوم بن جوش خرج الحسن وعليه جبه يمنية ورداء يمني فنظر إليه فرقد فقال يا أستاذ لا ينبغي لمثلك أن يكون هكذا فقال الحسن يا ابن أم فرقد أما علمت أن أكثر أصحاب النار أصحاب الأكسية حاشية كلثوم بن جوش أبو يزيد ضعيف من السابعة التقريب الجزء الثاني صفحة السادسة والثلاثون والمئة انتهت وكان مالك بن أنس يلبس الثياب العدنية الجياد وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار وقد كانوا يؤثرون البذاذة إلى حد وربما لبسوا خلقان الثياب في بيوتهم فإذا خرجوا تجملوا ولبسوا ما لا يشتهرون به من الدون ولا من الأعلى وعن عيسى بن حازم قال كان لباس إبراهيم بن أدهم كتانا قطن فروة لم أرى عليه ثياب صوف ولا ثياب شهرة وعن محمد بن ريان قال رأى علي ذنون خفا أحمر فقال انزع هذا يا بني فإنه شهرة ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين حاشية صحيح أبو داود في الطهارة باب المسح على الخفين برقم خمسة وخمسين ومئة الترمذي في الأدب باب ما جاء في الخف الأسود برقم عشرين وثمانمئة بعد الألفين ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين برقم تسعة واربعين وخمسمئة وفي اللباس باب الخفاف السود برقم عشرين وستمئة بعد ثلاثة الآلاف مختصر الشمائل المحمدية برقم ثمانية وخمسين وقد أهدى النجاشي هذين الخفين إلى النبي والساذجين أي خالصين في السواد انتهت الحاشية وعن الربيع بن يونس قال قال أبو جعفر المنصور العري الفادح خير من الزي الفاضح حاشية فادحه الدين أثقلة الفادحة النازلة والجمع فوادح وانتهت الحاشية فصل قال المصنف وأعلم أن اللباس الذي يزري بصاحبه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر وكأنه لسان شكوى من الله عز وجل ويجب احتقار اللابس وكل ذلك مكروه ومنهي عنه وعن الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال هل لك مال قلت نعم قال من أي المال قلت من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الإبل والخيل والرقيق والغنم قال فإذا آتاك الله عز وجل مال فليرى عليك حاشية صحيح أبو داود في اللباس باب في غسل الثوب وفي الخلقان برقم 63 و4 آلاف والحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة الحادية والثمانين والمئة وصحيح الجامع برقم 54 بعد المئتين انتهت الحاشية وعن جابر قال أتان رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلي فرأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه حاشية صحيح أبو داود في اللباس باب في غسلي إلى آخره برقم 62 و4 آلاف أحمد في المسند في الجزء الثالث في الصفحة السابعة والخمسين والثلاثمائة الحاكم في المستدرك الجزء الرابع الصفحة السادسة والثمانون والمئة صحيح الجامع برقم 33 و3 آلافمائة بعد الألف السلسلة الصحيحة برقم 93 و4 آلافمائة وانتهت الحاشية وعن أبي عبيدة معمر ابن المثنى قال مضى علي بن أبي طالب إلى الربيع بن زياد يعوده فقال له يا أمير المؤمنين أشكو إليك عاصما أخي قال ما شأنه قال ترك الملاذ ولبس العباءة فغم أهله وأحزن ولده فقال علي عاصما فلما حضر بش في وجهه وقال أترى الله أحل لك الدنيا وهو يكره أخذك منها أنت والله أهون على الله من ذلك فوالله لابت ذلك نعم الله بالفعال أحب إليك من ابت ذلك بالمقال حاشية معمر ابن المثنى أبو عبيدة النحوي التيمي بالولاء البصري من أئمة العلم بالأدب واللغة مولده سنة عشر ومئة وفاته سنة تسع ومئتين وهما بالبصرة قال الجاحظ عنه لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه قد كان معمر إباضيا شعوبية من حفاظ الحديث له نحو مئتي مؤلف منها نقائض جرير والفرزدق مجاز القرآن مآثر العرب أيام العرب الأعلام اللزء السابع الصفحة الثانية والسبعون بعد المئتين امتهت فوالله لابت ذلك نعم الله بالفعال أحب إليه من ابت ذلك بالمقال فقال يا أمير المؤمنين إني أراك تؤثر لبس الخشن وأكل الشعير فتنفس الصعداء ثم قال ويحك يا عاصم إن الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لألا يتبيغ بالفقير فقره قال أبو بكر الأنباري المعنى لألا يزيد ويغلو قال يقال تبيغ به الدم إذا زاد وجاوز الحد فصل قال المصنف فإن قال قائل تجويد اللباس هوا للنفس وقد أمرنا بمعاهدتها وتزين للخلق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق فالجواب أنه ليس كل ما تهواه النفس يذم ولا كل التزين للناس يكره وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو كان على وجه الرياء في باب الدين فإن الإنسان يحب أن يرى جميلة وذلك حظ النفس ولا يلام فيه ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوي عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشن إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يذم عن عائشة قالت كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم وفي الدار ركوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته فقلت يا رسول الله وأنت تفعل هذا قال نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال حاشية سناده ضعيف جدا فيه العلاء بن كثير الدمشقي قال عنه بن المديني ضعيف وقال أحمد ليس بشيء وقال أبو حاتم ضعيف الحديث وقال البخاري منكر الحديث ميزان الاتدال الجزء الثالث صفحة الرابعة والمئة الضعفاء الكبير برقم تسعة وسبعين وثلاثمئة بعد الألف وفيه أيضا عبد الرحمن بن هانئ قال أحمد ليس بشيء الميزان اللزء الثاني الصفحة الخامسة والتسعون والخمسمئة الضعفاء الكبير الصفحة الحادية والخمسون والتسعمائة وانتهت الحاشية وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بركوة لنا فيها ماء فنظر إلى ظله فيها ثم سوى لحيته ورأسه ثم مضى فلما رجع قلت يا رسول الله تفعل هذا قال وأي شيء فعلت نظرت في ظل الماء فهيأت من لحياتي ورأسي إنه لا بأس أن يفعله الرجل المسلم إذا خرج إلى إخوانه أن يهيئ من نفسه حاشية إسناده ضعيف جدا فيه محمد بن عبيد الله العرزمي قال فيه أحمد ترك الناس حديثة وقال الفلاس والنسائي متروك الضعفاء والمتروكون للدار قطني في الصفحة الثانية والخمسين والأربعمائة وفيه أيضا عبد الرحمن ابنه قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي الضعفاء والمتروكون الصفحة التاسعة والثلاثون والثلاثمائة وانتهت الحاشية انتهى الشريط الخامس عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر